طيب لنا الحين حدوث 15 سنة وسهر موجود ليش لازمنا في نفس الفوضى هذه ما حد راضي على اللي يجالس موجود الشخص اللي سوي مخالفة ترى ما يحسن نسوي شيء خلاط يعني إذا صورت الكاميرا وأنقفت أو شك ولا الله يعني بدفع مبلغ ففي واحد رد وقال أنا عندي مخالفات بـ 40 ألف يرضيك ذالشي قلت لا ما يرضي أنه باقي أنت تسوق صراحة على المخالفات سهر ترى مجالسي يحل مسألة الخصوصة لأنه جلزي رفع المعدل لأنه ناس أقل تموت ما دري ليش يجباني نكلك علاقة بتسويق كنت سرع على التسويق بس لما رحت الدكتور أصحبت عليه رحت استراتيجية استراتيجية دار استراتيجية حقا طيب الهين تسويق تسويق في البتروب؟ البتروب درسك صالح شب أي ما دري مادة أو مادتين بس كان الأدفايزر حقي في الكوب لازم تكون معك واحد كان الله في عامنا ما أعطاني أي بلس عشان قال الرسالة فيها تايبوز مادر إيش نحن زميلها هذه المشكلة يجيك تشيرمن الآن لو تخرج معي ونص المجلس القسم درسه حسنا لبت تسويق بس ليش وبدين نرى الماجستير الماجستير هو كان MBA بس 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 مع تسويق قدمت على 12 جامعين من التسويق كلهم رفضوني حولت دار استراتيجي طبعا الاستراتيجيات بدي أسألك يمديك تكون صادق يعني بس بدي أعرف صدق طبعا محمد هذا اللي يتأخر مشكلة مشكلة يعني مدري إذا صح أو الخطأ بس إن فيه شي إن قال في الأكاديمي وفيه شغل اي افصير بدر أرجاني ثاني أرجاني عدي أخي طلابي الآن كلما جيت دار رسم استراتيجيات يقولوا شوف العجاني ما عنده أشي استراتيجية لا لا أنا أقول يعني أحيانا تعرف كذا لازم يكون عندك استراتيجية استراتيجية ما أدري إيش بس الصدق ما أدري بش فايدة استراتيجية يعني خصوصا اللي ما تبدو تخطط يعني دائما يجي بالي أو أحس أي أحد يطلب استراتيجية هو أن يجي يقول لكوك الحين أنت بتسوين زي كذا طيب وين رايحين طيب وش خططكم بعد سنتين طيب وش بتسوون مع المنافسين طيب فهم علي وأحس يعني أنا مقتنع قناعة شديدة إنك مات أي تخطيط مدى البعيد إنه صعب جدا وإنها مضعت وقت فيه ناس كثير في الأكاديمية يتفقوا معك لأنه فيه كان شي يسمه التخطيط الاستراتيجي هذا كان يشوف الشركات الكبيرة حتى رامكو بس شركات زي جي وهذه كل سنة أنت يجو لك خمسمائة صفحة وكل ممكن فترة كتاب كبير سمونه خطتنا الاستراتيجية ويعرف فيها كل هذه الأشياء هذا الشيء تقريبا اختفي من التسعينات حتى أنا لما كل التجربة اللي مرت فيها ولا درسنا ولا تعرفنا على شيء سمي التخطيط كان يدرسون عنه تاريخ شيء كان يسوي في الماضي أكثرهم يقول لك أنه كيف تستجيب بواقع متقلب الآن أكثر هات تركيزة على اللي يسمونه بناء الإمكانيات أنت وستراتيجية كويسة يجيب ناس كويسين وظف أفضل الكفاءات اختار أفضل سوق ممكن في فرص معينة وخلها مش طول بس وين الخطط وين الخطط البعيدة وش أنت تجلس تمشي يعني هاي ده من الرد يجي في هذا الموضوع بس أنت تفكر بين أوكي أنك تخطط أو أنك تهيئ الظروف أن الخطة تيجي وش هي الخطة ما تدري لكن على الأقل أنه الناس اللي موجودين حولك وأنه بتتكلم عن الإمكانات خصوصا الإمكانات اللي سموناها الامكانات المارينة أن اليوم السوق حقك انقلب تقدر تتحول مباشرة ومنها طلع موضوع أن المؤسسة ما يكون فيها طبقات كثير وهذه واحدة من الأفكار اللي طلعت الشي الثاني أنك تركز بشكل كبير على الابتكار أكثر منك تركز فقط على التخطيط وعلى التصنيع وكل هذا الأشياء فقعدت الناس لما اليوم بعد ما رجعت ولم تقابل شركات زي كده أوه إنه ما سوي خطة قلت رو ما ما نعرف ما يدرسون هذا الشي بس يعرفك أنه أنت كيف تبني إمكانيات في الدرس السوق بس البقية تيجي منه زي ما يقولوا الـ day to day طب أجلوش تدرس الناس يعني استراتيجية ستقول ممكن لا جرى عشان تفهم موضوع الاستراتيجي أصلا هو جاي بشكل كبير اللي أسسوا هذا المجال هم انشقوا على الاقتصاد وراحوا قالوا أنتم بس تدرسوا الاقتصاد بشكل كبير وناسين الشركات والشركات هي المحركة فقالنا بغن يدرس الشركات وكيف تختلف عن بعضها وليس الشركات تربح وشركات ما تربح في نفس المجال وطلعت من أهم من هذه أن الشركة عبارة عن مجموعة من المصادر والوصول قوة المصادر اللي عندك بحيث أنها تكون يعني لها قيمة أول شي بس ما هي موجودة عند منافسيك وحتى منافسيك لو حاولي يستحوذوا عليها ما تقدر ما يقدروا لأنه ما يمكن استنساخها هذا اللي حيخليك أفضل من الشركات الثانية فإحنا لما ندرس نبني على هذا الفكرة هذا الحمد جاء لأنه نبني على هذا الفكرة أنه كيف تتأكد إن إمكاناتك لها قيمة بس أيضا فريدة في السوق وتحليلها وكيف بعدين تبنيها على الموضوع الثاني شغلة الثانية ندرسهم كيف تبني روتين سلام عليكم نفسك نفسك خلصنا حلقة الله تكمل قلت لك شكرا لكم شكرا لكم لا والله لا والله أنا قدت الكرسي لاحسن أنا لي قلت لهم من الدون جزاء للي والله طيب ولكني نسوا بات عرض علي عرض عليك الرجال يمرك والله عرض علي بس أنا موصلة للمتاح عبال ما عرض أهم شي قهوة بس هل صح أن الدولة تطفى شهر كامل؟ هل يتطفى في رمضان؟ أنا أتوقعي أنا طلقت من المتبقين على أنها ما أعتقد تطفى أعتقد يجهزون بس أن يكون كل شيء على نشاط اقصادي كل شيء هادي طبيعي يقل وين يقل شوفه بس شهر لا لا بس تكلم على انتاج بس سهلاك بس أنا نذكر لما اشتغلت في شركة منتجات سهلاكية كل الشهور اللي قبل لأنه كيف نوفر مخزون نتأكد أنه موجودين جاء رمضان خلهم يستهلكون ونحن نقل حس رمضان فيه حتى أجزاء يعني أتوقع المقاهي على الرقاء هو أنها موسم سيء بالنسبة لهم المطاعم موسم سيء بالنسبة لهم بس مو بس كي ساعات العمل المكتبية حتى الآن أنه أغلب اقتصادنا يعني نوعا ما خدمي إلى حد معين يعني نقول لنا نفطه شوية مخرب بس خلال نقول لنا العمل المكتبي ما أخذ جزء كبير فما في أحد قاسة إلى الآن ولكن لو تقارب مثلا مع كاس العالم كاس العالم فيه دراسات عليه أنه كان متقل فيه الانتاجية في العالم كله حتى أذكر الرقم حق بريطانيا كان كذا بعشرات مليارات مو بشيء بسيط لأنه فيه كثير اللي يأخذون إجازة وفيه اللي ما يروحون الدوام وفيه اللي شغلون برية وقت الدوام بحكم أنه مشاعب يحب الكورة يعني والموسم طويل يعتبر مقارنة مثلا مع رياضات في أمريكا إلى درجة كبيرة تتلف حول حول العمل يعني ما تقطع ما تقطع الشور هم ما يقطع بس دائما فيه اللي حلولك حتى نشاط سوق لسهم في يوم الأثنين اللي يجي بعد السوبر بول السوبر بول هذا يتفرجوا 140-150 مليون مستنى كل سنة صار يقلس لا هذي السنة الزاد عشان تايلر سويفت نتابع كرة كرة مرة ترى أنا أجيزة فهم حتى وما فهم أنا ليه عشر سنة أجيزة فهم شوانا حاولت كرة قدم أمريكية ما فهمت طباش ثلاثة ساعات أربعة ساعات يعني أنا يدوب تسعين دقيقة بالعكس ولا الكرة يعني أحيان تفرجع عشان الإعلانات بس هذا السوبر الوحيد اللي ما أفهمه برضه السعوديين يتعبعون كرة قدم أمريكية صار عندنا الآن معلقين عرب القناة الرياضية تنقلوا في معلقين هنا وبتحسس وستوديو تحليلي حاولين يفهمون الناس الطبخة بس فكرة أنك تفرج أربعة كانتك ملاحظة على التعليق العربي إيه لا التعليق العربي حاولت تحمس مع اللعبة بأن اللعبة أكثرها شغل استراتيجي في مغروض أنك تشرح أشجال آآ أنت تتبعش عن استراتيجية شغل استراتيجي فيه أكثر كمية الخطط اللي ممكن تصممها والفريقة الثانية كيف يستجيب معها يعني يكفيك أن هذه اللعبة اللي تقدر تسجل فيها بخمسة أتوقع طرق مختلفة تقدر تسجل نقطة تقدر تسجل نقطتين تقدر تسجل ثلاث نقطات تقدر تسجل ست نقطات وكل واحدة لها استراتيجية مختلفة أنا حاولت بأكثر من سالفة أني أبغى أدخل على الموضوع الحقيقة بس ما لقيت والأسي قوي جاي من اللي طيب ترى وش الأسلام شبه إحنا قلنا أنه نتكلم في موضوع حال في موضوع أنا بأتفق معك لأنني أدري رأيي أنا ما عارف عن رأيك بس في موضوع أتوقع أنه بأتفق عام عليه أوكي أي في موضوع عجزت أفهمه طبعا رأيك ما قدرت أتقبل أوكي اللي هو سهل آه صدم يمكن ما شرحت رأيك بشكل جاي لا لا يعني مقتنع بأنه يعني بأن رأيك صعب بس خلنا شوفها بات شوي أوكي شنو ده بالخصابة فهو موضوع يبدو أنه يعني فيه ناس تتكلم عنه يعني هو الناس لم تتوقف من الحديث عنه من زمان فكانوا زمان يبغون يقللون نسبة البشر لأنه يعتقدون بيكونون كثير والحين يعني هي ما بين اليسار واليمين الأمريكي يعني ما أدري والله في وضعنا هنا بس يعني يبدو أنه مو شاغل بال السعودين يظهر لي بس ما بين اليسار يعتقد أنه العدد زائد وأنه ما يحتاج العدد كافي الحين واليمين يعتقد أنه لازم نجيب أنه بيصير فيه انهيار للبشرية وأنه هذا أكبر خطر يواجه البشرية اللي هو قلة عدد السكان وقلنا نسأل بس أنه يتضاحم فيه في المشهد داخل السعودية أنا برضو أن الناس صارت يعني ما عد صاروا يجيبون أولاد كثير مثل زمان هذا كده تقدر تشوفه بعينك وبالإحصائيات إلى عام 22 أنه نقص يعني هو كان فيه معدل الأطفال للمرأة السعودية كان 7.2 في 1060 في 2022 صار 2.8 لكل مرة وهذا 22 وأحسن كل ما لا يقص متوقع أستمر بالنقص فالحين هل شرحت بشكل جيد هل أحد يباي يشرح الموضوع بشكل مختلف التناقص هو طبعا ليش تكلمنا والله أن السردية كانت الفترة طويلة وش يجب مرش بس آسية خاصة كم عندك وريده بس ما سيطلع في أهواني ليش ما سيطلع لا 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 هو يدري كيف يحط سنة الميلاد عشان ما حد يأخذ الأرقام لا أنا عندي ثالثة خطة كم ما في خطة صراحة ما هو بشي يعني مرض ما هو برقم معيم يعني ما أدري يمكن أربع يمكن سيد ما أدري فما هو بشي ترى أنه بالنسبة لي أنه مخطط رقم بالضبط بس بنفس الوقت ما هو بأنه والله برضو أنه قرار أنه ترى نجيب طفل الحين ولازم سنة هذه في تيتار ما هو بها الشكل لا لا بس أكيد أنه يجي في ناس يجيوا يقولك أنا حتى قبل أن يتزوج الحين يشوفه أيمن مثلا وهاب والله هنا أسئلة كثيرة أنك أنك في بالك يعني أنا اثنين ثلاثة بالكثير أو واحد يقول لا والله أنا أولاد كثيرة أو أذرية خلتقى الشيخ يخذي رهناك إن شاء الله بقصر كم أدرك ينحس أربعة في بالي أربعة خمسة بسكت أمي كي لحس مواجد أوكي وهاب لا لا أوكي يعني الناس جيدين المدعي ما يسأل أنت تسأل عني أو عن الواقع أثنتين يعني الواقع للسوافية بس وكم أعتقد اثنين رأيين جيدين يكون استبدلت وكم عديد أخوانك أنا واحد من 13 شوفت ما شاء الله شوفت الفرقة أغطوك كماش سريح لا بس أنا في النصف أخواني برضو تشوفهم يعني رافعين المقصة العظيم يعني يدو يسأل يرمو كفاين لا إحنا كعائلة إحنا قدينا المطلوب طبيعي يعني اللي مستقرب شوي في وضع السعودية بس مو بالسعودية هالدول كثيرة السرعة ولا نفس الترند يعني ماشي في كل دول العالم دون استثناء الغنية والفقيرة يعني وعكس ما الناس يتوقع لأنه حتى معنا يعني تكلمت عنها وذكرت أني قطتها تحت نردت عليها بس فيه ناس ترد ويذكرون ناس شيء اللي حنا قلنا أنه مو بصح مو بصح أنه الحياة غالية فناس يجيب أطفال أقل غير صحي أو الناس ما عندها فلوس فما يجيب أطفال مو بصح كل ما زاد دخل موه في دولة وحدة في كل الدول الدرسة كل ما زاد دخل العائلة كل ما قل الأطفال عندهم سواء في في نفس الفترة أو من فترة قديمة فترة جديدة بمعنى مثلا قبل عشر سنين نفرض في دولة معينة كان متوسط الرواتب ألف دولار والحين صار مثلا ألفين بعد التعداد الرخم يجيبون أطفال حين أقل كل المجتمع ككل وفي نفس الوقت يعني اليوم اللي معدل رواتب ألفين اللي راتبوا مثلا عشر ألف يجيب أطفال أقل واللي راتبوا أقل يعني فقير يجيب أطفال أقل لا أكثر فالوضع المادي موهب هو سبب عكس ما نستوقع نستوقع أنه لو الناس عندها فلس بيجيب أطفال أكثر هو العكس طبعا هذا تفسير يمكن دائما يقول لك أنه موهب شرط أنه إذا كان فيه الرقبين يمشون مع بعض أنه ما هذا يسبب فيه طبعا سببية باسمه مباشرة مع الدخل لأنه برضو لما تطلع في الدخل إلى مستوى عالي مرة كثير في الوقت الحالي فيه عوائل رجعت تبغى أطفال أكثر نتكلم على يعني فوق الواحد في المية من الأعلى داخل بس أنه السبب الرئيسي اللي هم يعني يعطونا أكثر التأثير أنه المرأة ومشاركتها في العمال وزيدت داخل الأسرة وكذا فأنه تبغى تشوفه موهب أنه ما تقدر لا أنه تبغى تشوف وقت فراغ أكثر تبغى تصار عنده أهداف أكثر تبغى تتجرب شغلات فقضية التضحية بالوقت أنه هي مشكلة تضحية وقت أكثر من تضحية مال حتى معنى تأخذ وبرضو مستوى الحياة المتوقع فتشوف أنه قبل موهب بس مجتمعنا تكلم حين لأنها ظاهرة عالمية ترى والعكس حيننا ممكن 2.8 معدل جيد يعني طمحون للدول كثيرة وصلون له لكن الدول اللي معدلها مرة قليل فتشوف أنه مثلا قبل عادي الأطفال يشتركون في نفس الغرفة يشترون لهم تشتري سيارة بتودي عيالها بتجيبها سيارة تسخير قديمة شوي المتطلبات يرضون بشي قليل بس نفس الأسرة في نفس الطبقة الاجتماعية الآن فجأة أنه لا والله ما نقدر لأنه بيتنا ما في ثلاث غرفنا لازم يشتري بيت خمس غرفنا طب أنت كان عندك أربع أخوان وخمس أخوان تربيت في ثلاث غرفنا فالمتوقع الوشد الطبيعي تغير وهذا الشيء هو اللي وفيه برضو من الجهة الثانية قضية الدول اللي مثلا زي الدول اسكندنافية أو كوريا اللي عندهم انخفاض عالي وراحوا يحلوا المشاكل الناس اللي افترضوا عن مشاكل مادية يعني الناس اللي قالوا والله ما في حضنات والحضنات غالية وفروا حضنات مجانية قالوا والله الرعاية الصحية عالية حطوا الرعاية الصحية كلها مجانية والعكس يعطوهم مخصصات فلوس تمشي للعائلة بحسب كم طفل عندهم وتتزايد بشكل مرة كثير في دول سيسن غفاء يعطوهم مكافأة طلعنا ذاك 12.000-12.000 دولار مبلغ كبير فمع ذلك ما أثر يعني ما زاد يعني ما زاد حتى لو شي بسيط يعني ما هو بأنه ما رجع طبيعي يعني لازال طب مالش عشان ودي أفهمها خلنا ناخذ المشكلة في الأساس الحين عندنا عدد السكان 28 مليار المشكلة أنه فيه تناقص في هذا العدد إلى الآن ما فيه إلى الآن ما فيه بس دولة دولة إذا خدتها دولة دولة في دول وشلون يقاس هذا معدل يقاس بعدد الولادات لكل امرأة فالذي يسمونه معدل الخصوبة بس فعليا ما هو بأنه قدرتك على نجاب الطفال لأنه كم طفل المرأة تجيب فعليا يقسونها فإذا المعدل فوق 2.1 معناه السكان بزيدون أو بيحافظون على نفس المستوى اللي هم فيه متاز لأنه 2 أباد لو جابوا 2 أطفال هم يحطون 2.1 عشان احتياط اللي يتوفى فإنه خلاص مثلا عدد الدولة 50 مليون بعد 20 سنة راح يبقون 50 مليون إذا زاد فوق 2 في أصلا 1 معناه أنه عدد السكان فيه ازدياد الإشكالية أن الرقم هذا يسمونه معدل استبدال 2 في أصلا 1 الإشكالية أنه في دول كثيرة انزلت على هالرقم معناه أنه صح عندهم سكان الآن بس أكيد بعد 10 سنين 20 سنة راح سكانهم تناقصون وفي دول دخلتها لمرحلة اليابان 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 اليوم سكانهم أقل من سكانهم قبل 10 سنين من 2011 الوفيات أعلى من الولادات طبعا هم بدأوا اليابان في البداية ألمانيا تركانتها عن حفة بس ساعدتها يعني افتحوا بحيثات الهجرة بشكل مرة كبير كوريا عندها أقل معدل للولادات في العالم 1.1 أعتقد وصلوا صفلة 8 أو صفلة 8 أو 5 يعني أقل من طفل لكل أمر فمعناه أنه الانخفاض بصير حاد جدا وهنا المشكلة اللي الناس مثلا تشوف تقول الله مثلا اليابان فيها 120 مليون طب وإذا نزلوا شويش المشكلة الاشكالية مهب أنه كم عدد السكان اللي عندك كيف توزيع السكان في الفئات العمرية الفئات العمرية تحكم أنه وش دورهم في المجتمع هل هم يعتمدون على الرعاية والاعتناع بهم وكذا زي الأطفال أو فيات كبار السن ولا هم فئة منتجة هالي تشتغل وهالي تشتري وهالي تنتج وتدعم الفئات الثانية فالاشكالية اللي توجهها اليابان واللي أغلب دوم تخوفها منها وكلهم في الطريق لها وكأنه كذا يعني كذا قطار وتوقفت البراكات حكته وجالس يمشي حاولوا نقفونا ولا هم عارفين فالاشكالية أنه بصير عندك شخص واحد يعمل وجالس يدعم راتبه يدعم شخصين متقاعدين فإذا فكرت فيها مثل حنف السعودية تقريبا خمس راتبك يستقطع للتقاعد بسرمون متقاعدك هو يروح للناس المتقاعدين الآن فإذا فكرت فيها كأنه الشخص اللي يشتغل يدعم خمسة متقاعدين طيب إذا لما يكون شخص واحد يدعم أو أفن خمسة شخص يشتغلون يدعمون متقاعد واحد فكل واحد عشرين في المياه يحمل عليه فلما تتخيل أن يصل إلى مرحلة اللي يشتغل يدعم اثنين كيف يعني تأخذ ذكرات بو عشان تعطيل ففي جهة موضوع اللي هو الدعم الاجتماعي والإنتاج من يشتغل عشان يشغل المجتمع والقضية الثانية أنه من يستهلك أنه حتى لو حلينا قضية العمل بالأتمة والربوتات وكذا طب في ناس لازم تشتري بيوت نازم تشتري سيارات فهذه هذه الاشكالية جديد عن الرياض الحمدل على السلامة في أول يوم لك في الرياض تستعلم أشياء كثيرة منها وعنها وبتكتشف أن الرياض مدينة الخيارات وأكبر مصدر للموزعات ممكن نوضع يومك ونتبحث عن موقف دور موقف أو تقدر تكون صاحب موقف تسكن قريب من كل شيء أو كل شيء صغير قريب منك تقدر تعيش في دارك أو تتعرف على جارك تقدر تسكن في مكان عادي أو تسكن في صفر مجتمع يلبي احتياجك ويسبك توقعاتك شمسة أبني على كلام محمد هنا هذا التفسير للدخل العلاقة بالدخل مع الإنجال طبعاً أول ما بدأ الدخل يزداد مع الثورة الصناعية وترجع الكتابات القديمة كان كلهم يتنبؤوا أنه حتصير كارثة أنه الناس الآن عندهم فلوس أكثر أكيد حتنتج أطفال أكثر وكان هذا الشيء المتوقع وحتى كانوا يوجهوا الكنائس أنها تهدي الناس لكن اللي صار فعلاً أنه العكس كل الدول اللي بدأت ترتفع فيها الدخل معدل الخصوبة يقل فيه لا تفسير وتفسير فعلاً يعطيك بشوية إيش المنطق في هذه إنه لما تطالع في أي عائلة هم عندهم رغبتين وهذه الرغبتين في تعارض أول شيء عدد الأطفال شيء ثاني جودة الأطفال إذا أنتجت عدد الأطفال أكثر إنك تحافظ لهم على جودة عالية هذا حتكون شيء مكلف وأكثر من الدخل اللي عند أي أسرة الخيار الثاني إنك تركز على جودة الأطفال تدخلهم مدارس كويسة أنشطة الأصفية تسفرهم تخلهم تعلموا لغات بيان ورقص كل هذه الأشياء اللي ممكن بعض العوائل تفضلها وقتها ما تقدر تزود الكمية طيب إيش اللي يصير في أي اقتصاد تفيع دخله إنه تقل أهمية العمل المهني واليدوي وتزداد أهمية الانتاج الفكري واللي هو يسمونه الاستثمار في رأس المال البشري إذا وصلت لهذه النقطة يصير العائد على إنك تستثمر في رأس المال البشري للطفل أعلى بكثير من إنك تنتج أطفال يساعدوك في البيت وهذا اللي يحدث يعني هذا اللي هي التناسبة لشي الاقتصادات هذه تزيد فيها أهمية رأس المال البشري يزيد فيها أهمية الاستثمار في جودة الطفل نفسه فوقت هذا يبدأ الانتقال من إنك عدد الطفال أكثر إلى عدد الطفال أقل طبعاً أول واحد جاب هذا الفكرة كان اسمه غاري بكر يعتبر من أفضل الاقتصاديين في القرن العشرين أفضل من ميلتن فريدن مع أنهم اشتغلوا سوا لا وسوء كان يفكر في هذه القضية وهو قال الطلب على الأطفال ليش ما نحاملوا زي ما نحامل الطلب على أي سلعة ثانية طبعاً قد الناس كلهم استنكروا الاقتصاديين قالوا له هذا مو اقتصاد واللي يدرسوا الديمغرافية والسكان قالوا هذا مش دخلك يعني كيف تعاملهم زي كده بس رأيه كان في شوي منطق ويقول أنت اليوم لو يزيد دخلك ما تروح تشتري بيتين لهم نفس جودة بيتك الحالي تروح تستثمر في بيت واحد جودته أفضل لأن عائد جودة البيت عليك أكثر من عائد أن يكون عندك بيتين ما حتنام في بيتين حتنام في بيت واحد نفس الشي نأخذ هذا الفكرة ويطبقها على الأطفال فيقول عائد أن يكون عندك الطفل يعني حتى الرضاك ممكن تأخذها من الناحية الاقتصادية إنه هذا حيتوظف فيه وظائف أفضل حيكون دخله أعلى يكتفي بنفسه بس أيضاً في نفس الوقت ممكن يساعد عائدته بس أيضاً من ناحية المكانة الاجتماعية والفخر ما تقول ولدي راح دخل أحسن جامع أو زي كده ما حتنا تقول على ولدين ممكن تقول على ولد واحد وتأخذ نفس التقدير والمكانة الاجتماعية فجأت منها هذه الفكرة وليفعلاً أنت يشرح لنا ليش تصير هذا زي ما تقول التريد اوف أو أنك تختار واحد لازم تضحك في الثاني فمعظم الاقتصادات اللي تنتقل بينها الاقتصادات فقيرة لأقتصادات غنية يصير الشيء المنطقي أنك تضحي بالكمية مقابل أنك تحصل على الجودة في الأطفال هذا هو بس يعني هل هو هذا الارتباط بالضرورة يعني يعني ارتباط يفسر السببية يعني مثلاً نحن ندرنا في الهند يعني هي دولة فقيرة تعتبر صحاً بس برضه بتاعتها تنين لا لا بتاعتها تنين على تنين هم هم الآن نزلوا إلى توقع الريبليسمنت الريبليسمنت ورغم أنهم فقراء هو فيه مفارقة أو إشكالية الآن صايرة أنه الدول جسد تنخفض فيها معدلة الولادة قبل أن تصير غنية وهنا مشكلة فتكلم على الدول اللي توها ناشئة توها بتحسن وضعها مثلاً تايلند وبنغلاديش عندهم نمو اقتصادي عندهم فمعدل يعني الخفاض عندهم مرة عالي فاللي كان يصير مثلاً على خمسين سنة ستين سنة في أوروبا سير في عشر سنين عندهم الجزء الثاني يعني يشرح شوية من المشكلة اللي هي يعني فيه ظاهر حين في أمريكا موجودة اللي يسمونهم يعني دخلين في البيت راتبين لكن ما بدون أطفال فيكون دخلهم عالي زوجين وهم خططين هم ما يبغل نجبون أطفال فإذا شفنا أنه مهم فقط أنه هو طبيعي أنه قبل المجتمعات السراعية الأطفال يعتبرون رأس مال يشتغلون عندك راح تقل مع المجتمع الصناعي راح تقل مع المجتمع الخدمي ولكن اللي يصير أنه انحفال صار مرة كبيرة أنه في أسر تختارنها ما يجب أطفال والأسر اللي يجب أطفال يجب أطفال جدا قليلا إذا الآن بحكم أنه أغلب الدول اللي تصير عندهم مشكالية يمكن ثقافيا يبدون يتقاربون حتى لو صار فيه اختلافات بسيطة أنه أهمية الأسرة وكذا تختلف شوي بس الإشكالية أنه حتى الدول الشرقية وكذا جالسها يعني تبشي على نفس المسار ف ممكن نعطيها سبب ثاني غير مادي بس ما أتوقع أنه قوة السبب المادي أن الناس صار عندها خيارات وصار عندها رغبات وتفتحات وصارت تشوف يعني يعني لو ترجع قبل 40 سنة 50 سنة طموحات وشو الواحد يسوي في حياته هو اللي يشوفها قدامه حوله بس الآن تشوف واحد في الهند وجلس يشوف أنه والله واحد يشبهه ورئيس جوجل فالتوقعات الواحد الشيء ممكن يصير أختلفت فإنك تستثمر وقت أطول في الدراسة بمعنى أنك رح تخصص وقت أقل للعائلة لاحقا هذا الشيء اللي ما كان يجي لها متأخر في دول غنية يصار يجي أو قد تكون يعني يعني كثير من العلماء حتى السياسيين اللي كانوا يشوفون خطر وجود هذا الكم من البشر على الموارد على المساحة على كل هذه الأشياء ففعلا وش نبغى بزيادة البشر يعني محمد شرح نقطة فيها أن انت اقتصادك الآن مبني على النمو من غير النمو المجتمع يبدأ ينهار لأن الناس التي تغلت في رواتينهم بكرة يجي من عملا الناس التي تشتغل الآن ولازم تخلي المجتمع اللي يسمونه الهرم ما يكون يصير الهرم مقلوب حيث أن اللي أعمارهم أكثر من ستين يكونوا أكثر من اللي أعمارهم أقل من أربعة عشر الآن تبدأ بتدخل في مشاكل أنه كيف هتأمن الرعاية الصحية هذه واحدة منها بس في مشكلة أعمق وأن إذا كان عندك عدد بشر أكثر في كل مجتمع تزداد التخصصية في الأشياء اللي يسوونها يعني أنت الآن مو بستنفذ مهمة معينة إنما تصير متخصص في جزئية بسيطة من هذا المهمة أنك اليوم مثلا لو نأخذ مهنة محاسبة إذا عندك محاسبين كثير يمديك تخلي واحد يتخصص في جانب الزكاة واحد يتخصص في جانب الضرائب واحد يتخصص في دادة الكتب ومالي هذه التخصصية تنتج عندك كمية معرفة هائلة لأن في نهاية الأمر الواحد عنده وقت محدود جدا ما يقدر يغضي على أكثر من مهام هذا اللي ولد الابتكار هذا اللي ولد الأفكار التي تجدها وهذا اللي ولد تطور البشر يعني فيه اقتران كبير جدا بين مستوى الابتكار اللي تشوفوا المشاكل اللي قادرين نحل لها الابتكارات اللي تطلع وبين عدد الناس جزء منه إنه فقط الناس يرسل تتخصص في أمور أكثر إذا بدأوا الناس يقلوا وخصوصاً إنه الآن ممكن فئة الشباب اللي موجودين هتوجههم إلى أعمال ما هي أعمال ابتكارية وإنما أعمال خلونا نغطي العجزة الموجود عندنا في الرأس المال البشري والأساسيات هتنخفضوا نسبة الابتكار خذ مثلاً يعني ليش يقول لك إنه السيليكن فالي في كل هذا المبتكرين جزء منه إنه موقعه وقربه من المكسيك إنه كل العمالة اللي تنفذ أعمال رخيصة إنت تستوردهم من هذا البلد وبالتالي يشتغلوا في هذه بينما المتعلمين اللي جايين بشهادات يتفرغوا إنه يجلس في كافي شاوب ويكتب كود ويكتب رواية فكر طول اليوم وينتج لك منتج ممكن بكرة يكون قيمة زي قيمة نفيديا أو بناء إذا قلوا عدد البشر الابتكار والأفكار الجديدة حتقل والمشاكل اللي حيقدر نحلها أيضاً ممكن تقل هذه إشكالية فهم بس دول اللي عندها أداد ضخمة هم لا يعني بالضرورة عندها بكار الهند بنجلاد مصر يعني صحيح بس هذه نرجع للنقطة الأولى إنه هل أنت في اقتصاد الاستثمار فيه في رأس المال يفرق ولا لا إذا كان رأس المال البشري وأهميته في الاقتصاد أصلاً قليلة أي استثمار زائد في إنك تفكر وتتعلم ما تكون له فائدة كبيرة اليوم لو تأخذ واحد من دولة باقي معندهم حتى كهرباء وأساسيات وتودي له أفضل جامعة في العالم وتعطيش هدف الذكاء الاصطناعي وترجع في هذا المجتمع ما حيقدر يأكل عيش فهذه المجتمعات مشكلتها إنه ما في الأعداد الزائدة من البشر ما هي جرس تتخصص بالشكل اللي ذكرناه في إنه موضع خصوصي لأنه باقي ما غطوا الأساسية باقي الانتاج والعدد هذا المبشر يشتغل بشكل يدوي لما يبدأ هذا الانتقال ممكن شوفناه في اقتصاده حتى في مثلاً دولة زي أمريكا زاد عندهم العدد بس في نفس الوقت زاد نمو الاقتصاد وزاد نمو الإبتكارات ففي جانب اللي هو السياسات الفرص المتاحة مو بس إنه ننتج عدد كبير ويصير عندنا ابتكار في جانب الطلب بعد عندنا مثال قائمة اللي هو اليابان اليابان لهم عشر أسنين سكانهم يخفضون لكن كانوا يعانون من بوادر يعني من خفاض الزيادة أو ندام الزيادة من تسينات فمروا بعشرين سنة بدون نمو الاقتصادي خلت زعانات كم كان انتون بتعرف الرقم العدد كان ثابت لا لا معدل إحلال أو الاستبدال المعدل أنا ما أذكر كم كان من ذاك الوقت بس كانوا تحت الاستبدال من زمان هم أول مجتمع بدأ عند الظاهرة هذه فمن التسعينات بدأت تلاحظ إشكالية أنه ما في نمو اقتصادي طبعا هم دخلوا بأزمة بس الأزمة كان قبلها بأربع خمسة نوعات نهاية الثمانينات فالمفروض أنه يعني خلال الوقت هذا خلاص تعافية والعكس بعد الأزمات يصير في نمو جيد لأنه سعار الأصول تقل الفائدة تقل فسير قروض سهلة بس في اليابان ما صار في نمو ما استخدهم قروض يبدون برضو ما في نمو وهم أول من طبق الفائدة الصفرية وبعدين بدأوا بالفائدة السلبية أنك أنت تحط فلوسك في البنك يخذون عليها فلوس وعلى أطلعوا منها ترى اللي قبل أسبوع هاي الأسبوع اللي فات رجح أشوف من التسعينات هم ماشيون بسياسة تحفيزية هم مبسوطين الآن عندهم شوية تضخم مع أنه التضخم قد يكون مستورد أصلا مهم الداخلي فما يفيدهم بس الإشكالية صارت عندهم ما في نمو فما في حجزة يستثمر في البلد ما في شركة جديدة تتطلع بل أنه الآن في بيوت في اليابان في حتى في توكيو ترى يعطونها ببلاش أنه تعال أسكن خذ البيت ببلاش بل ما في أحد بيسكن فلما يقل السكان في المكان تقل الضرائب لتحصل فحتى ما تغطي رسوم الأساسيات اللي هو جمع النفايات والعناية بين التحتية وكذا في مدن كثيرة يعني الحين جاسين لأنه نقفلوا المدارس طلعوا الأوائل ما عد في أطفال في المكان فعندك تراث بيمحي عندك يعني في حتى أشياء غير الأشياء المادية هذه كلها بتروح وأتصور يعني هذا قد ندخل الآن اش بسير مستقبلا لأنه كل الدول اللي يعني صار فيها الانخفاض عددها قليل الآن لكن جاس يزيد وكل دول متقدمة أتصور في المستقبل رح يضر حتى الدول الفقيرة اللي ما دخلوا في مرحلة الانخفاض بسبب أنه شراهة الدول الغنية على استقطاب المهاجري بتزيد فتخيل أنه طبعا الظاهرة موجودة اسمونا brain drain أو تهرب العقول بس الآن مع كل المقاومة والمقاومة من داخل البلد نفسه أنه ما نبغى مهاجرين يعني يخربون عن ثقافتنا والمشاكل اللي تصير والأرقام اللي تأخذها الدول هذيك بالملايين فإذا وصلوا إلى مرحلة أنهم فعلا بدأ يضرون اقتصاديا راح يتغير مواقفهم وقد يتحسن أليس استقطابهم أو أنه بتغير المجتمعات كيف أنه ثقافات تتوحى تسوي العولمة والتواصل مع الانترنت وكذا فتخيل بعد 20-30-50 سنة الدول الغنية تروح للدول الفقيرة وتسحب أفضل عقولها علماءهم حتى الرياضيين اللي عندهم الفنانين يعني أي أحد موهوب ورح تخذ الدولة كلها بس أعلى 5% 10% تسحبهم الدول هذيك يعني خاصة كأنك حكمت عليهم بالبؤس لأنه تضطر يأما بتقفر دولاتك ما حد يهرب منها وكذا قطعت نفسك عن العالم وقطعت فرصة أنك تنمو لازم تكون تواصل مع العالم وإذا خلت الناس يطلعون أفضل ناس يتعلمون عنديك راح يطلعون بره سواء علمتم عنديك ولا بره هذا اللي ممكن حتى الهند تستعاني منه الآن اللي يحط لك صور أفضل خمسة رؤساء وكلهم هنود ومبسوط يعني هو فشل حق الهند ما هو النجاح أنه أفضل الناس اللي عندك يطلعون بره ولما يجي رئيس جوجل يروح في جمعتهم اللي تعتبر زي السلكم فالي عندهم ويلقي محاضرة وكل الناس أنه أسئلتهم كيف رحت لأمريكا وكيف قبلوا جوجل ووش تنصحني أنا عندي ماجستير الحين أدرسه هنا ولا أدرسه هناك فإذا أنت دولة في مرحلة النمو وأفضل عقول عندك طموح أن يطلع من عندك يعني ما نجحت كذا اللي كان يصير قبل أن كل الدول مثلا أمريكا أوروبا اليابان إلى حد ما كانوا ينمون بشكل متقارب أو حتى فترة نمو اليابان وكوريا كانت فيه نمو في الدول الثانية وسألآن إذا كل الدول هذه وقف عندها النمو السكاني بل دخلنا في الانخفاض رحلت أفترنا على الدول اللي لسه ما اللي تخلفت عن ركب النمو فهذه مشكلة توقع أنه إلى الآن ما شفنا بوادرها بشكل كبير بس يعني الاحتمال كبير تكون موجودة ممكن أختلع مع محمد شويتين في أنه إذا كان هذه مشكلة فعني هي مشكلة في الدول اللي سحب العقول هذه يصير بأنه ما في استثمار أو أن الدولة جالسة تطبق سياسات ما فيها تنمية اقتصادية زي اللي مثلاً صار في إيران بعد سقوط الشاه كل الناس اللي يتعلم وهاجره وهذا ضعف أنك ترجع وتستثمر في بلدك بس إذا كان البلد أصلاً جالسة ينتج ويتطور كثير من العقول اللي عندك ما في فرص داخل البلد تقدر أنها توظف قدراتها ومهاراتها فيه لأنك ما زلت أن صناعاتك ما هي متقدمة مستوى الابتكار عندك ممكن ما زال على الصناعات الأساسية والمتوسطة فجيد أنهم يطلعوا ويوظف عقولهم في مكان ثاني بس هذا يولد حافز يولد حافز للي يشوف أوه السيو حق جوجل الهندي أنا هشتغل على نفسي بس أنا بشتغل نفسي عشان روح جوجل عشان روح جوجل هذه نقطتي بس لو فشلت أنا الآن حسنت من مستواي لو ما كانت سيوع جوجل وبجلست في بلدي أيضا فيك وأنا هذا الناس عارفهم يعني لما في الأكاديمية في أمريكا شفت كثير كانوا هنا وكثير منهم ما يحصل فرصة هناك ويطلنوا يرجع الهند بس الآن رجع بقدرة أعلى بكثير وهو فائدة أكثر لبلده فعالية الطموح هذه يعني صح أنه ودك تحتفظ بفضل العقول بس لو احتفظ فيه وما في الممكنات حوله ما حتستفيد منه ما حيكون سيوع جوجل بنفس القدرة بس إن ذكر نقطة ثانية أنه الآن إذا كان طموحا أن يطلع فبيشوف وش المهارات اللي تناسب البلد اللي بيروح له ويتجهز له وغالبا ما بتصير متناسبة مع المجتمع عليه فالآن مثلا هو مهندس برمجية بروح أمريكا رح يدرس كل شيء في الذكاء الاصطناعي مدري إيش طيب أوكي بس ثمانين بالمئة أو سبعين بالمئة من الهند ما عندهم صرف صحي يعني أساسيات الكهرب ما هم متوفر يعني فيه مرحلة كبيرة من النمو الاقتصادي لازم تغضيها فتبغى أنت مهندسين يعني في الإنشاءات تبغى أطباء تبغى الأساسيات تغضيها فإذا كان عندك والله مئة ألف مهندس برمجي ما ينفعون أو هم دربين نفسهم عشان ما راح يشتغلون إلا في فيسبوك إلا في جوجل إلا في مايكروسوفت فحتى لو رجع عندك بيروح بيدرس يعني بيصير أنت استثمرت فيه زيادة يمكننا تكلمنا في قضية التعليم أن الدول اللي تصير في بداية السلة من التنمو تصرف على تعليم عالي متقدم ما يناسبهم راح يرجع ودارس مثلاً هم ثنوية ودرس فيزياء في الثنوية وهذه كانت مشكلة موهب جديدة من زمان كانت مشكلة حتى من المتحد السوفيتي بس يعني يعني ربطت في قمع محمد هنا أنه هو لو راح وفشل هناك بيبقى هناك يعني صعب جداً حتى أنه يرجع يعني بيقع الدكتور في أي جامعة يعني أي شيء بيكون هناك هو أفضل له من أنه يرجع لا بحسب النظام ما يمكنهم لأنه في النهاية وهذه حالة تخص أمريكا أنه عدد الفيز اللي احتعطيها بس في حال النقص الرجاس يحصل فهم بتكون عندهم شهيتهم ليقبول الناس أعلى ممكن بس تظل فيه العامل الأول أنه اليوم لو تقول طلع مثلاً لاعب سعودي وراح واحترف في ريال مدريد وهذا حفز كل الناس اللي يفكر أنه يجتهد في الكورة ويشتغل على نفسه ممكن أنا أروح لعب في ريال مدريد ويسير عندنا 500 واحد الآن جلسين يتدربوا بشكل أفضل ثلاث أربع منهم حيطلعوا يحترفوا بس البقية حيلس هنا بس حيلسوا بمستوى أفضل هذه نفس الآلية اللي تشتغل مع هروب العقول بس في الدولة اللي تكون جالسة تتطور إذا كان فيه اقتصاد مغلق لا هنا تصبح نتيجة كارثية وهذا شفناها عن خصوصاً الدول سواء يكون فيها الطراب السياسي حروب أشياء زي كده أنت تفقد أفضل ما عندك واللي يبقوا ما عندهم الحافز إنهم يتطوروا يعني أبتذكر في حلقة في مرتدة وكان يشرحون قصة محمد صلاح شلان طلع كانوا يقولوا عنه هون كانوا يروح دار الله كانوا يقولوا خلاص راح ألعب في النمسا كان فلعب فيه إذا ما نفعت ترى ترجع بيأخذونك أفضل الناس يعني يا الهلية سمعلك ما لك أنت تروح هناك وإذا نجحت ترى بتروح يعني أماكن معمرك حلمتية فهذا أنت تقصده؟ هذا اللي أقصده وأقصد أن اللي بغير يكون زي صلاح يعني عودتك تكون لأفضل مكان لا الخمسمائة واحد اللي بيكونوا زي صلاح ما حيكونوا زي صلاح بس لو كان زي النص صلاح هذا نتيجة جيدة أحسن من وجود عدم صلاح يعني اللي يمكن اللي أخذناه على على مثال الهند الهند يعني عندها كل المقدرات أنها تنمو نمو حتى أسرع من اللي كان موجود في الصين يعني فيه أسباب مادية عندهم أفضلية فيها وفيه أسباب يعني أخرى زي أنه فيه رغلة سياسية من الدول الغربية أنهم يبغون يعني منافس بالصين ومع ذلك نموهم بطيء في آخر 20-30 سنة ما هو متناسب مع الدعم اللي يجيه والأشياء الأساسية اللي يفقدونها يعني وتعزوا هذا أي ليش أسباب كثيرة يمكن حتى نظمهم سياسي لأنه دولة كبيرة نظمهم سياسي ينفكك فما في يعني خلنا نقول إرادة سياسية موحدة وكذا بس قد يكون جزء كبير مننا أنه عندك ملايين على مرة العقود يطلعون من الهند يروحون دول ثانية ولا يرجعون فهذه هذه المشكلة وحتى الناس اللي يتعلمون في الهند ويشتغلون أنا شغال في الهند لكني شغال تبع شركة عالمية عمل عن بعد أو دعم فني أو 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 وهذه كلها صحيح هنا تجيب فلوس للبلد لكن ما تترجم إلى إنتاج إذا أنا عندي مئة ألف واحد شغال في الهند أوكي يجيب لي فلوس من بره بس هذولا مو هم مهندسين يبنوني طرق ولا هم محطات كهرب ولا الأشياء الأساسية اللي يحتاجها وتصير فلوس الدور في الاقتصاد فعبارة عن جزء بسيط راتب يجيك من بره وتأخذه وتصرفه فالقدرة الإنتاجية لو تروح تشوف دول اللي حجبها صغير طبعا نحسب النسبة وتناسب لأن هناك فيه مليارة نوستو خريبة لكن تشوف مثلا زي تايلند تايلند فيها كثافة مصانع مرة عالية فتحصل أنه كثير من المنتجات حتى اللي جودة أعلى من المنتجات الصينية لأنه شركة يابانية وصنعون فيها موجودة عندهم فلتشوف معدل الدخل معدل الدخل تقريبا مثالة ضعاف مقارنة بالهند وتروح للدول الثانية تطلع الآن زي بنجلادش بنجلادش وضعها اقتصادية أفضل بالهند إذا حسبناها على الفرد وقد تكون يعني هي الآن ترى من أعلى ثلاث دول في العالم النمو اقتصادي ويعني قد تفاجئ الجميع أنها من الدول اللي مثلا طاعت ممكن ما هو بحجم زي طلوع اليابان وكوريا بس مثلا زي طلوع ماليزيا ودول ثانية يعني أنت ذكرت أنه طيب إيش المشكلة لو تناقص عدد السكان يعني أنا ودي تعطي نياها للسعودية إذا تبي يعني إحنا الآن 2.8 إحنا متوقع أن في 2035 طبعا الأرقام اللي في المؤسسسات العالمية تحطنا على 2.4 بس ممكن بهذا السبب أنه عندنا عمالة يعني ما يبغي يستقر هنا فهم يحسبوا على الكل بس إحنا ماشينا على نفس الترند اللي موجود في المشكلة لهم نقص يعني ما نشايف المشكلة نقصنا تمام ما في مشكلة يعني أي شي علشان نحتاجه نقدر نجيب بوافدين من بره ويسومون الشغل لنبواه فهوش الحاجة أنه يصير في عدد كثير يعني لا أول شي إن مسألة الوافدين أو المهاجرين إذا أنت تتكلم مثلا عن العمالة المنزلية بس تتكلم عن الحلول المتقدمة وإن أنت اليوم تبقى تقول لأقتصاد من أننا نبيع نفط وبعدين نصدر نفس الفلوس بره على شكل بضايع وشكل حوالات عمالة أنت قد تحول أنك تنتج داخليا تحتاج هذا العدد لأنه في البداية هي مجرد لعبة أرقام إنه إذا كان عندك ألفين شخص يحاول ينتجوا فكرة جديدة نسبة نجاحك أعلى من أنه يكون عندك عشرين شخص يحاول ينتجوا هذه الفكرة فقط مجرد لعبة أرقام إنه إذا جالسين نرميها على الجدار واحد منها حيضبط كلامنا اللي قبل الحلقة عن لا تخطيط استراتيجية ولا شي مجرد إنه في حظ حظك أعلى لما يكون عندك عدد محاولات أكبر فنحتاج هذا العامل الشي الثاني إن نظل ما نمتع نتكلم أو ننكر مسألة التقاعد وإننا نحن الآن لسنوات طويل صح إنه عدد السكان يعتبر أو متوسط العمر السكان منخفض جدا بس جايتنا موجة تقاعد عالية جدا خلال السنوات الجاية عندك حلين يا إنك الموارد اللي هي محدودة موارد النفط تأخذها وتبدأ تخصص جزء أكبر منها لخدمات اجتماعية إذا ما عندك قطاعات ثانية تنتج وبالتالي استثمارك في التعليم استثمارك في الصحة الأمور اللي يحتاجها الجيل الأصغر حتقل وتبدأ تدخل في هذا الدوامة تباطع النمو الاقتصادي تحتاج تصرف الموارد الموجودة عندك أكثر على الفئة العمرية اللي خلص طلعت من مرحلة الإنتاج تصرف أقل يتباطع النمو الاقتصادي وما إلي إذا نزل عدد السكان هندخل في هذه الدوامة خصوصا إذا حاولنا نعتمد على موارد غير النفطية الشغلة الثانية إنه نجيب وافدين فيه أهمية كبيرة إنك تحاول تحافظ على ثقافة البلد لأنه كثير من الحلول اللي ينتجها الناس على البلد تكون مناسبة لهم يعني إنت هنا تحاول تبني منصة محتوى عربي ما تبغى وورد برسم ما تبغى نفس الشيء هذا الشيء ما يمديك توكل الوافدين كثير من مشاكل لك لازم يحلها ناس من عندك لهذا المسر تحتاج إلى عدد طيب بس أنك تقدر تشوف يعني دول بعدد أقل وافدين أكثر يعني عندنا في دول الخليج يعني مثال واضح وإقتصادهم جيد يعني قوين الإشكال إقتصادهم القائمة على النفط وإقتصادهم غير قائمة على النفط أو إنهم جايزين نستغلون ميزات مكنها النفط يعني قريب من دول ثانية عندهم قوة شرائية بسبب النفط برضو أنك تكون مدينة صغيرة مثلا زي سنغافورة جزء كبير من اللي عندهم مقيمين ولكن حتى هم يعني في عندهم فيه هجرة ويحاولون يزدون سكانهم المحليين وتبقى مدينة صغيرة سكانها ثلاثة مليون أو ثلاثة مليون ما هو بنموذج على دولة الدولة اللي يكون فيها خمسين مليون مئة مليون فاتكلم أنه عندك قوة شرائية محلية عندك ثقافة عندك منافسة على صناعات يعني المدينة الصغيرة يكفيها خدمات عندك قطاع بنتي عندك قطاع سياحي يمكن يكفيك لما تطلع على عدد كبير ما هو الخيارات هذه اللي بتخلي دولة مستقرة ومنافسة سياسية على المستوى العالمي طبعا لما تكون أنه بتعوض قلة السكان بيوافدين عندك خيارين يأما يكون مهاجرين اللي هو يتحول كأنه يعني خلاص يعتبر زي المواطن بعد ما يتم عملت الهجرة وكذا وبمجرد يعني خدناها فقط من ناحة أرقام وانسى الجانب الثقافي إذا خدناها من ناحة أرقام إذا قدر أنه خلاص يتأقلم في البلد وينتج زي ينتاج يعني المواطن في البلد فهو بيعتبر زي زي النمو السكان الطبيعي الجهة المقابلة اللي هو العمالة المؤقتة هذه ترى مهم مطبقة لفي دول الخليج ودول قليلة مثل السنخفورة ولا هي لتبنين كلال قوة شرائية ولا بتصير اللي هي المنافسة على المدى الطويل وحتى لو قدرت تجيب الناس الأعلى إنتاجاً والأعلى فبحكم أنه مؤقت وخلاص عنده دول كثيرة بتصير ترغف فيه وسواء كشخص يشتغل هناك بشكل مؤقت أو إقامة دائمة وجنسية فبتحصل نفسك في منافسة مع 150 دولة أن الشخص هذا أبو جلسة عندي فخاصة أننا الحين يعني ما دخلنا في المرحلة اللي ذكرتها اللي متوقع يعني شيء توقع شخصي أن الدول الغربية رح توصل لها أنهم رح يبدون استقطبون مثل ما فيه الآن سياسة أخلاق حدود وتقنين على الهجرة رح يصيرون بشكل نشيط في بعض البوادر بدت يعني ألبانيا الشعب اللي مر فخور بثقافته ولغته قبل سنة بعد كرة 2021 أول مرة يقول لهم شرط تعلم اللغة الألمانية من الهجرة طبعا قد ننوع على وظائف القطاع التقني والمالي بعض الإقطاعات ولكن أنت ممكن تروح تحصل على إقامة دائمة تقدم على الجنسية وانت ما عندك لغة ألمانية طب ليش لأنهم والله جلسين يخسرون السباق هم في سباق مع دول زي زي أمريكا بحكم حجمها حتى لو كانت سياستها في الهجرة يعني أقل بس كنسب وتناسب هم عندهم عدد كبير الدول النشيطة مثل كندا وإستراليا وكندا وإستراليا الميزة اللي عندهم مهيب عند المانيا موضوع اللغة أنه ثقافيا الهندي يتكلم إنجليزي الآسيوي يتكلم إنجليزي الأفريقي نفس الشي فتقول له رح لألمانيا شعب ما تعرف ثقافته ولا تعرف لغته مرة صعب مقارنة بتروح عندك خيار يا أستراليا يا كندا طبعا كندا لهم كم سنة نحي مروا نشيطين في الاستقطاب كانوا استقطبون تقريبا حدود ثلاثة إلى أربع مليون في السنة مهاجرين طبعا قضية أنه هل الرتم صح أو شيء موضوع آخر دولة زي ألمانيا دولة متقدمة ثالث أكبر اقتصاد في العالم الآن تخطوا اليابان بالمناسبة اللي نتقلت ليش نخسر لو قلل العدد اليابان خسرت مركزها اللي لها في حدود عشرين سنة ومع ذلك ستعاني في المنافسة مع دول ثانية أصغر منها اقتصاديا الميزة اللي عندهم أنه ثقافيا أسهل الانسيار في السعودية توقع عندنا عدة ميزات على مستوى الثقافة يعني المعدل 2.8 يمكن نحن نزلنا بشكل كبير بس يمكن ترى قل الخفاض يعني فيه احتمال أنه موه بشرط نفس الرتم اللي مشت عليه اليابان وكوريا ومدريش أننا رح نمشي عليه يعني ممكن ننزل إلى 2.5 ونوقف لكن لازال فيه نمو وهو نمو عالي بس أنه بيكون مستوى مقبول فجانب الثقافة موجود جانب نحن نقدر الأسرة بشكل أكثر ومترابطين وكذا يمكن الفردانية هي مؤثرة على شعوب أخرى فيه موضوع ثاني أنه نحن متنبيهين على المشكلة بدري يعني اليابان وحتى كوريا والدول الثانية ترى انصاد مفجأة للمعدل بالواحد فاصلة شي فلما تتخذ حتى كل الدول اتخذت إجراءات لتعزيز نمو الأسرة ما اتخذوها إلا بعد ما اكسروا حجز الاثنين فلما وصلوا إلى معدل ولادات مثل 1.8 1.7 توهم يقولون طيب بنسوي رياضة طفال مجانية بنسوي بنسوي فصلاح أنها كلها فشلت بس قد يكونها جد متأخر أنه خلاص صار هذا الطبيعي في المجتمع فحنا بحكم أنه الآن في حديث أنه لا نبغى نحافظ على الرقم حتى في مستهدفات أنه سكان البلد ككل يزدون في المستقبل نشوفه شيء إيجابي وشيء سلبي ممكن إجراءات بسيطة الآن الدعم رياضة الأطفال الحضانات المرأة العاملة وكذا تعطي أثر أكبر بكثير من دول ثانية فبحكم أننا بادين وعندنا وفرة مالية فعندنا خيارات أكثر بعكس الدول التي تصل في هالمرحلة مثلا ذكرنا أن الهند هي الدولة أصلا فقيرة يعني بني تحت هي أساسية ما فيه فما بيدهم شيء عدرون فهذا عامل ثاني مفيد لنا قضية ثانية أنه حتى إذا حافظنا على نمو سكاني من المواطنين يمكن نحتاج نسبة تصير من المهاجرين والمقيمين بحكم يعني اللغة العربية وجودها الدين الإسلامي فخياراتك أنك تجيب ناس قريبين من ثقافتك ويندمجون تماما مية بالمية أفضل من دول كثير يعني ما هو زي ألمانيا ولا الدول اللي ما أحد تكلم لغتهم ما أحد تعود على ثقافتهم فهذا يمكن حتى مبكر الآن ما حنا في مرحلة اللي نحتاج العدد يمكن حتى نحتاج المهاجرين اللي بدأنا نعطي بعض الخيارات في المنح الجنسية على عدد مرة قالين نحن نبغى ناس مميزين وعقول وكده حتى الناس هذرة اللي تشوفهم تلاحظهم كيف أنهم جلسين حاولوا نندمجون ومجتمع السعودي متقبل يعني الاندمج من نفس الدين من نفس اللغة وكده أنا أعتقد ممكن في نقطة ثانية تتنبأ أن ممكن الخفاضنا يصير بشكل أسرع بدل أنه ما يتباطى نعم وجز منه أنه تحولنا السريع إلى مجتمع اقتصاده قائم على المجال المعرفي هذا في كل الدول اللي مرت بهذا المرحلة أكبر عامل يتنبأ بأن الأسرة تبدأ فعلا تخطط ويقل أنه يقل عندها عدد أطفال وتستثمر فقط في الجودة أنه إذا كان العائد على جودة الطفل من ناحية التعليم يزيد هذا النقطة اللي ذكرناها أول جزينا نتجه لهذا الشيء وكثير من الأسر ستبدأ تكتشف أن الخيارات ممكن مفتوحة وواسعة جدا أمام الناس اللي تعليمهم أفضل ومحدودة وأقل أمام الناس اللي ممكن مستوى تعليم أبسط بس يستفيد من النشاط الاقتصادي اللي كان قائم على النموذج الرائعي أنا ما نعفل النقطة اللي قال لمحمد بس إنه ناخذ هذه زي ما تقول أنه محمد قد يكون هي الطريقين الوقت في اللي بيثبت وش التصور الصحيح ولا ننسى نتراها يعني هي مفاجئة على العالم كله يعني أنت من يوم في تدوين البشرية والبشر جسد زيت فهم متوقعين أنه الرقم راح يوقف بحدود الـ 11 إلى 12 مليار بالكثير تمام وصل كل مال ترى ينزل بس لو زاد ما فيه إشكال هل آحد يقران لا فيه ناس بالعكس فيه جزء ثاني تماما يقول لك هذا الشيء اللي نبقى هذا الشيء الكويس أنه جلس يتناقص مفروض نحتفي فيه علشان علشان الاحتباس الحراري المشاكل المناخية الاستهلاك مصادر الكوكب أن أنت ما تبديك تنمو للأبد مقابل عدم نمو في المصادر الأساسية ما فيها وجهة هذه النقطة لا لأنني ترى نفس الفريق اللي يتبنى هالرأي كل مال الوقت يثبت يعني خطأهم في التقدير من الستينات إلى اليوم فنفس الهدف حقهم جلسين يحفظون عليه بس يغيرون الأسباب لأن كل أسبابهم لستتفشل تبين خطأها قالوا في البداية أنه ما عندنا أكل يكفي بس الحين انتهى من الثمانينات خلال العشرين سنة أثبت أنه لا مو بس أنه ما عندنا فائض يعني اليوم جلسين يعني نستزرع عشرين بالمئة من الأراضي أقل ونطلع ثلاثة ضعاف الأكل ففي البداية قالوا الأكل بير الحين التقنيات الموجودة يعني هذي بتخلي حتى ما تحتاج يمكن ما نحتاجنا ولي حتى مصد تكلفة اللامية اليوم لا لا بس أنه التقنيات كل ما لها تتقلي بس الشاهد أنه لن يكون هناك عجز في الأكل يعني الشغلة الثانية قالوا أنا مرة 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 مشتيقة هو بالله حتى أنا مرة أدي قل لله بس تقلق كنات بس جيب اللي برد يسمع آه شوفكم شي طالفين ثلاثة قابل أهم شي المايك بس ترغل ها طيب أعرف أه المايك عند من فيما كنا أهم شي لما أنا أشرب وكذا ما جرت أطاع بصورة أه إلا أهم لا لا أتكثر أنا أهم شي مقلب المايك زي المرة الماضية اللي طفى فيه كذا 20 دقيقة يوم استرسلت دين قال طيب أوكي المايك ما كان شغال دا كان زمان مع ويكم حلقة هاني في مرة صارت عندنا بتسجيل هلا أي دعسنا شويتين بس والله الإيدت ما طلع ولا كان نصار اي صراحة عد دائما نحن نعاني من شغالها وسنت نسبناها بالمايك الخربان صحي اي حطيناها بعد الكريدت بس نحن نعاني من شغالها انه تبدأ الحلقة رتمنا بطيئ وباردين شوي يعني كذا ما في نلقي من الشي التحضير اللي في بانه المشكلة انه بعد نص ساعة كذا يبدأ احنا ننسى احنا نسجل ونبدأ نتحمس على النقاش بيني بينها دي فعالأخير طبعا انا ما خلي شوف الوقت الوقت انا شوفه عشان انه ابدأ دف الحوار انه خاص منقفض يعني الله انترك مزعج انا اخذ ال احضر مننا لا لا عطاه ولا خلي يتحكم لا 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 بالعكس انه يجي ضغطة زرار وزي كذا ما نفاهم اي شي تبني عنده لا لان عقليته يتمشي كالنا تلفزيون ولا كالني سوء اشياء يعني كمل النقاش حلو لا اولي خلص لك شكرا لك بس انه خلاص يعني خلصنا النقاط بس على الأخير يبدأ النقاش سير حامي طبعا جربنا احنا مرة نخلي الطول طالت الحلقة اي حلقة طول الحلقة يمكنت ساعة وخمسة وعشرين اي واحدة يمكن تقال اكثر استمعان ما اجمع لا ما كانت اكثر ما كانت احنا اعتقد بنينا كذا بروفايل عند المستمعين الساعة ساعة ساعة انقص على خمس دقائق زينا على خمس دقائق بس خلاص بس لنا اسبوعي فعشان كذا انتبغى تصير خفيف يعني اي ناس ما دلي قالوا ان الحلقة الماضية خفيفة بزياد بس كانت حلو اللي هي الرؤسات التنفيذية اليوم عد ذكرنا موبايلي والمعجل توقع سالفنا فيه مرة كم زمان بخاطرين نسالف عنها خاطرين سويفين عنها فسالفنا فيها اليوم بشكل كذا انتوا عندكم محامي على نقدر نقدر ريتينر ايه تراك طبعا الشيخ فيه والله لا لا اول ما بدأنا لا نحن فيه بالك عطني بس زمان يعني كنا يمكن ايمن جاء وحنا زمان زمان يمكن ايمن دخل ما نو يمكن كان عددنا ستة او سبب او ما شاء الله شاهد انه هو وقته كان لسه يدرس اصلا فهو قانون اوكي وكنا ناخذها لانه هو الاستشار قانوني يعني ما معنا فلوس ما ويرفهم قانون غريج قانون يعني والحمد الله ولا قضية ولا قضية كسفناها سبع قضايا دخلنا كلها خسرناها كلها خسرناها وسبع قضايا دخلناها كلها باخطاء من النص فلات تعطي ايمن سعطي اياها والله هو كل مكان يقول لك صراح المحامي الشاطر فرقه عن يعني ما هو بتدرج يعني ما تقول والله مثلا اغلى محامي باخد ثاني اغلى محامي بيعطيني مثلا تسعين بالمئة من لانه هي فوزة خسارة فيمكن افضل واحد يصير لو تجيب عشر بداله ما يبدلون فسولف على انه ترى المحاميين في السعودية عانون انه ما في شغل يشغلهم كله فاغلبهم دخلهم مرة بسيط وفي فئة قليلة دخلهم عالي بشكل ما تتخيله بس هذا بكل مكان يعني المتوسط حتى في امريكا ترى ما يستهل الثلس سنوات والتعب اللي يسوون المتوسط في البداية وحتى اللي يظل يكون حدود سبعين الف دولار يعني هذا المنزل بس لا تنسى انه في امريكا عندهم شغلة في عندهم محامي يسوون عمل روتيني عادي مثلا يكتب وصايا زواج عشان ما افرح في الاشياء اشياء العادية بس هذي ترى حتى يدخلها مثلا بس لا اي واحد يروح ويأخذ البار ويزرب ويتعب ما اتوقع هو يبغى يسوي هذي اشياء ادري بس انه راتبوا يعيشوا اللي في السعودية بعضهم ترى يقول بروحوا ويشتغل ببلاش عند الابوخص عشان ياخدون الخبرة هذي بعض المكاتب ما تفتح لهم اصلا مجال وحتى اللي يطلعون برا ما هو لانا ما عاد الاشياء روتينية في السعودية وتعرف اقلب الاشياء بسيطة تعقيد تجاري حقها بسيط بس اشوف اتكلم فترة من واحد بشير الله عنده محامي مره شاضر وياخذ قضايا شركات وياخذ مشغول هذا اللي دهون انا عرفت انا عرفت خلاص فعد فاجأة انه ماسك له قضية قلت له اخ كيف اخدت قال لا لاني يقرب لي وكذا فخذاني فاسعة بس كذا فيه ثلاث قضايا اللي هو الرجال ما هو بغلطان بس الادلة وهذه ضده يعني ضائع ما وقع وراق وشفهي وزي كذا وطلع وتتفاجأ انه نفس القضية انا قد مرت فيها بس ما شخص يعني طلع انه ايه ما اثبت ما اثبت عليه شيء هو خلاف تجاري يعني مسوي كل اخطاء اللي مهرود ما تسويها انك لازم تكتب الاشياء ولازم يسيب الرسالات بالإيميل وهو سوى لاشي منها طلعها بشكل لا بس ترى منطقة جدا انه ما يوظف ايحد انت تذكر هذا مسلسل سوتس لما يقول احنا ما نوظف الا من هارفر مو عشان انه محسن محامين لكن كل شغلك اصنع على السمعة فلازم الاشارات اللي ترسلها للسوق تطمن انه انا عندي افضل الناس بعدين موظف لي مين عشان يتدرب فشويتين يتحفظوا على هذا ان اكثر الشغل يصير بس على الفلترة من يدخل اذكر واحد كم معي من صحابي كم سوي معنا الانبيا بس برضو ياخذ في نفس الوقت جي دي عدد العدد الانترفيوز اللي مر فيها عشان يتوظف مع واحد من افضل مكاتب المحاملة في امريكا سنة وهو كل يوم يقول لا اعطاني انترفيوز اعطاني انترفيوز بعدها ياخذوا جهة مرة طويلة انه من اضفوه بس الحين اصراح على انا شفت التغريدة اللي طلعت على اللي كان واحد حط عطر حط احد المشتركات وقال رجعتها لانه ما ارضى احد ياخذ العطر طبعا شفت سلوبة انا شخصين انا رفست من تغريدة قبل هذي اول من ازلها حتى ما تابع بس طلع لي في الفيتر نرفست انه نفس العقلية في التعامل مع البراند السعودي انه لا شي رخيص انه ليش يعلن ليش مدري ايش ازعجنا كيف ازعجنا بس الناس يبقى يعلن اكيد يجيب مشاهير يعني عادي مثلا ديور روح جملة امريكية بس هذا رح جاب لعب سعودي ولا شي الحين صار هذا عيب فاسلوب ان ارفزني بعدين منزل الاعتذار الحين ما حد يدري شسال فان بس فجأة اعتذر كده مسح التغريدة فالناس قبوا على البراند السعودي وواضح مرة انه الاشكالية مهي بالحادثة هذه بس هذه كان ولعت انه سلسلة من حالات ان الناس مو هم طاكين اللي في جوجل مابس يعلقوا الحرفة عليها قضية اللي شركة الطيران اللي انشبث فالناس محتقنا ففرغوا في الشركة طبعا انا ما ادري اشهد التفاصيل قد يكون اصلا ان الشركة ما قدرت لا اعتذر يمكن اسأله وبادين هو خاف وراح اعتذر من نفسه قد يكون ذا الشيء موجود بس طاحت في فيروسهم المساكين وكان بعد حملة بفعوا فيها ملايين فالخسارة فانا تعاطفت مع الشركة وسواء من قبل انه هذك اضر فيهم لانا اعترفه وقالا ما اجربت منتجهم بس كده اني حاط تغريدة ابغى متابعين فتعاطفت معهم من ناحية رجال ظلامهم وبرضو انه الناس حاق للبراند السعودي طاحت فروسهم ومو بهم يعني المشكلة كل السوء نفس الوقت اللي صار قد يكون يعني نعمة بشكل غير مباشر كيف؟ انه يعني في شركات الهان كثير بيبكرون الف مرة قبل يسوون الحركة قبل يكرمون احد اهه قبل يرفون عني قضية فاتوقع اللي صار يعني يمكن افضل من ان يتغير شيء في النظام يعني اتمنى وكتبت يمكن ترد قبل سنتين قبل سنتين قد يدو لازم يصير فيه تحديث انه انت تكتب رأيك عن شركة و لا اذا هو رأي ممكن مسموح حتى لو عندك محامي انا بعد تغريدة تكتبها واشك شوي فرسلها تنين مش شاب محامي الدفولت لا تكتب شيء اه اهما شيء لا تكتب شيء طيب اوكي خلاص ما عدستت تسجيرهم لانا بيقول لا تكتب شيء طيب كتبت التغريدة هذي مهما كتبت مهما كنت يعني مؤدب وكذا حتى لو قلت رحت مع الطيران فلاني واعجبني بس لا ليش صورت بدون اذن بيشوف لك شاغلة لو هو يبغي استقصد بيشونك شاغلة لانه فالنظام اللي موجود مرة كذا ناشف وله جاس ينفع وحطيت امثلة قلت اوكي الحين افرض انت في برندات عالمية الان افرض انت لو كتبت الحين اخذت برند امسح البرند طلعوا المطال بس اخذت مثل مكدونز وصورتها وسبيت فيه وزي كذا يقدر مكدونز في السعودية يرفع لي قضية وصارت قبل صارت في الكويت لا صارت في السعودية اللي قد يكون صار في الكويت بس انا اذكر بس انا اتوقع كله نفس ايه اللي قال في املاح وفي مدري ايش وتكلم عن اللي فيه ورفع لي قضية طب اوكي لو انا في امريكا وصورت هم تابعيني سعوديين ما له شغل صح ولا لا هو دولة ثانية معنوا نفس الاسم طب اوكي طب تقول لكم لا هناك اختلف نطاق جغرافية مختلف انه انت في امريكا او في لندن اللي هو خارج النطاق الجغرافية حق القضاء السعودي طب تمام طب انا اخذت وجبة مكدونز سفري وركبت الطيارة ونزلت مطار ملك خالد وفتحت الوجبة وصورت وسبيت فيه طب هل انا لني في السعودية وهل اسم بس هذي من بوجبتك هذي بوجبة جايبها من بره بس هو يبيقول طب لا بس الاسم هو نفس الاسم اللي عندي فشفت انه ما هو بجهل يعني ما تقع تعامل الشركة كأنه فرد الفرد لاه خلاص احترامه وسمعته وما تسبه وما تنقد على شيء ما تشهر فيه لان هذا مبدع التشهير انه واحد ما يبغى الشيء هذا يطلع بس انت شركة متواجدة بالعالم انت فيه يعني انت استعلم تدفع فلوسنا استعرف عنك اصلا انجز تشهرب نفسك بس يقولون بس انها تضر ترى يعني كثير يعني وش تعريف الضرر انا بقولك شون ان ادخل اروح مطعم ولا لا ايه متقي متقي فانت ضرني ضرني ضرر شديد مهم مشكلة وبعضهم يصرني قيم على شيء بايخة يعني والله يعني ممكن يعطيك نجمة لان ما تبيعون لا لا ما يبيعون شيء هو يحب يعطيب هون مطعم ما يبيعون انا قدير يعني اشتغلت عندي اماكن فيها جوجل مابس ففي فانت فاهم الضرر ليسير على المطعم انا فاهم لانا في احد انت يعطيك تقييم نجمة انه والله جيت المثلا يوم الجمعة ما يفتحون طب انا كاتب في الجوجل مابس ان الجمعة ما افتح في ناس مجحبة اصلا في ناس يستقصدون انه محل جديد ما فتحت مهما لو دخل في ذا بالاخير تقييمه في الاخير جيد النسبة الشاطحة ذي ما تأثر فلما تكلم على خمسه الاف تقييم عشر الاف تقييم على الارقام هذه ما عاد يأثر انه فيك موحد بس لو صارت على المحل اللي باقي بادي يعني اللي تشوف تسع عشر تقييمات ويجيكوا احد اثنين خلو ممكن هذي يصير حاجة ممكن يتوفى بس برضو ترى الجديد وتسع مثلا مقيمين وحطينا خمسة ما يعطيني دلالة جيدة يعني ما يفرق فيه انت المفروض ان انت دائما نقول لك بزيد واحد على عدد التقييمات الموجود وافترض في لها معادر الرياضية ما ندخل فيها بس الناس اللي طالع في الرقم التقييمات مو بس التقييم نفسه تبدو تقييم على هذي بس ما حدل اكثر يفكر بهذه الطريقة بس يشوف عدد النجوم خصوصا انها كذا فيجولي بس توقع ترى ان انديك ترفع الجوجل وتقول لهم شي ايش اللونة في الغالب حتى اذا كان واضح ان مو بدقيق يعني واضح انك او انك ترد عليهم بس حتى المقارنة مع النظام يعني القضايا الامريكية توقع يعني ان كل دولار يكون فيها فلسفة قضائية بس ان الفرق ما بين الشدة اللي عندنا ورخاء او ارتخاء في اوروبا حتى اليابان وكذا مستوى يعني النظام يسمح فيه اقل من اللي في امريكا بس حتى في الدول هذيك يعني برضو اللي عندنا مرة يعني ممكن حتى شركات ما تشتغل في السعودية بسبراندا ينباع حين تجي تسوي شي ما يدقى تسوي في اين مكان في العالم خاصة اذا حسنت انه تأثيرها على المستهلك او تأثيرها حتى صناعة المحتوى يعني السيطرة القوية على الشركات انها ما تقدر تتكلم في اي شي سواء حتى لو بشكل محايد تماما تذكر شركة تقيمها طب هذي الشركة بشراكة طبعا انا بقيم شركة في سوق الاسهم وبشوف كيف مستقبلها توجهها طيب ولا لاحظت فروحها صارت يا أخي رحت فروحها قديمة مهب زينة زي كذا طب هذا طبيعي لازم شركة بتقيمها تقيمها باللي تشوفها فممكن يأخذها فتبدأ تدخل تستخدم يعني أسماء مبهمة الشركة الثانية في قطاع التجزئة اللي تبيع كذا طيب اوكي معها لشركة واحدة أصلا بس حتى هذه تم تأفيك تأسير المحتوى ردي يعني حنا نحاول أنه يعني مو بس حلقة اليوم اللي فيها موبايل ومعجلة حتى حلقات القبر قادر المستطاع ثانية يعني حتى اليوم في موبايل والمعجلة ترى يمكن حتى أغلب الناس اللي تابعا قضية ما هدعوا عنها المعجلة ترى شفوا ما سووا شي خلط وينمون الهيئة هاي سوق المال وينديك تشوف وجهة نظرهم في هذا الموضوع لو فعلا دققت في القضية وشفت اللي صار ما تقولوا أنه هذا السوء حوكم بقدر ما هو سوء إدارة وظروف غير جيدة اللي هي المخاطر اللي يتحملها تحتاجني لسود لا المعجلة ما حجينا تبع قضايا انتهوا طلعوا لكن اخوانا ثانين وما شدينا عليهم تحتاجني شوف اللي صار شركة العطور وأنا والله متعاطف معهم ما يستهلون ولكن أنه الفائد العامة بيصير شي مرة يا جابي وأتوقع بيتكرر لك طيب خليني شوف ذاكرة محمد أبدو أنه كده منظم فأعتقد أنه بيعرف وين وقف تتوقع أنه عارف وين وقف كنت تتكلم عنه إيش كنت تتوقع محمد تحدي لا أنا حسن عارف هو سوف ويرجع بيشي على عدد السكان بس أنت ذكر يمثل لا لا أولا ما ذكر دخلنا في كب موضوع ثاني طب في شي قالة هادي ببداية كنت أتبع أسأل عنها ماشي يمكن تقول أنها مرة مفيد لأمريكا أن المكسيكي جنبها فيأخذون المكسيكيين عشان يستخدمونهم كعمالة رخيصة ويسوون الأعمال الأساسية ليه هذي ما تنطبق على السعودية لا تتوقع أنها تنطبق أو صارت تعتبرها دخول الوافدين في السعودية بهذا الشكل شوفي لأنه أنا اتكلمت عنها وارد وكتبت عنها وارد تسمح لي وانتودها واجد لا لا أنا وافدة كلام مصح بس صح في المكسيك وامريكا لا ليش ما هو صح عندنا أوكي المكسيكي يدلس في المكسيك غالبا المكسيكي يدلس في أمريكا بس حتى موضوع الوافدين هل نتكلمنا عن نقطة أنه يجوين صهروا في ثقافة يعني جزء كبير من الاحتقان الكبير الجاي الصيران في أمريكا سياسيا وثقافيا أنه الحق على هذر المهاجرين هم شوفهم أنهم جالسين يستحوذوا على أفضل مظائف لأنه شوف منهم أطباء ومهندسين ورؤساء شركات بينما فئات كثير منهم دخلهم ما يزال أقل بس أنت تخسر الاقتصاديهم بشكل كبير إذا بدأ المجتمع يتفكك بهذا الناحية لأن كثير من الهاجرين لو تشوفهم يتركزوا في مناطق معينة ما ينتشروا في البلد بالشكل الكبير اللي واحد من أبناء البلد ممكن يكون عنده حرية أنه ينتقل في أي مكان ما يخاف من عنصرية ما يخاف أن يكون في تمييز ضده في بلد زي أمريكا يصير في تمركز للنشاط الاقتصادي في مدن معينة اللي تستفيد من هؤلاء الناس بينما المدن الثانية اللي فيها السكان الأصليين أو ما نقول السكان الأصليين بس السكان البيض تبدأ تفقد ميزتها التنافسية ليش؟ لأن أنت من جارس تجيب أفضل العمالة أفضل العمالة موجودين في نيويورك موجودين في لوسانجلوس في سان فرانسيسكو أنت جارس تعطي بظائفك لناس أقل كفاء أو ترفعهم سعر أعلى البيزنس حقك تنهار في مدينتك والمدينة تبدأ تنهار وجارس تكبر عندهم هذا الاشكالية أنه في مدن غنية بس بقية البلد جارس يعاني اقتصاديا وهذه هي اللي السردية اللي تفسر مثلا دونالد ترامب في 2016 طالح في الخريطة بين فاز دونالد ترامب كل مناطق المدن تقريبا ما فاز ولا في مدينة كلها استحوذ على المناطق اللي جارس تشتكي أنه المدن جارس تستحوذ على كل الفرص الاقتصادية ولما نروح للمدن نحصل فيها مهاجرين ما يشبهونا ما يشبهو ثقافتنا ما ودنا ندمج معه ففي لها تابعية ما هي جيدة حتى لو قلت أنه حاخذ مهاجرين الفائد الاقتصادية ما تتوزع في البلد شكل متساوي عزز لك موضوع الطبقية وبعدين تدخل مسألة للانقسام مشاكل ما لدي فين حتوصل مدها واستقبلا إذا برجع للخصوبة يعني كل التجارب اللي موجودة في اللي سواه يعني مثلا في كوريا بيابان ألمانيا فرنسا دوس كنتنا فيه هم عندهم أكثر يعني نقول كرما في صفر فائدة قليلة يعني حتى البعض دول اللي تحسن عندها تحسن كم سنة ويرجع يعني يرجع الوضع زي ما كان قبل في معدن الخفاض فبالنسبة لنا يعني أنت قلت أنه ممكن لو نبدأ من الحين ونحط رياضة لأطفال بلاش بلاش ولا دعم للأسر اللي تجيب أطفال أكثر ليشي بتشتغل عندنا وما شتغلت عندنا أنا قلت في سببين فرق السبب الأول ثقافي وممكن أن تتعز الثقافة بدون متات البدلات هذه أتوقع أن لأن حتى في الدول الغنية وغيرها تلقى الأماء المجتمعات المحافظة أو المتدينة ومن ضرور المحافظة بس يعني أنها هي اللي تكون ولادة أكثر طبعا بغض النظر على مستوى الاقتصادي صحيح طبعا فيه نقطة الثقافية بس أنت ما تعرف إلى حين ما يشتغل لأنه ما في أحد عنده تجربة كاملة اللي كان عنده معدل عالي ونزل برجع رفعه فأنا بس أقول لنا وضعنا جيد الآن أننا انتبهنا للمشكلة وحنا باقي معدلنا يعتبر 2.8 مرة ممتاز فالنقطة الأولى ثقافيا عندك قابلية أنك تحافظ يمكن هذا الشيء يتوازن وما سير فيه بوضحات زي كوريا وبعض الدول الثانية والسبب الثاني أن أنت منتبه لها بدري يعني الدول هذيك لما تبدأ تتخذ إجراءات ونتنازل تحت معدل الثلين يمكن هذا سبب أنها ما تنفى أنه خلاص لها عقود الغلغلة ثقافيا في المجتمع فالناس تأقلمت عليه الناس أريد يساكنين في مدن مقتضة بشغق صغيرة تعودوا على هالنمط فأنت تفاجأ تفاجأ أنه الرقم نزل بس ما تريد تروح تعيد تأسيس كل أسلوب الحياة من الصفر بس هنا في السعودية لازلنا في وضع لازال في أسر كثيرة عندهم ثلاثة أربع أطفال شي طبيعي فيمكن الآن لو اتخذنا إجراءة بنخف من معدل الخفاض وممكن أنه مستقبلا أصلا ما تحتاج ترجع إلى معدل خمسة أو ستة يمكن مستقبلا بصير الدولة اللي فوق 2.1 حتى لو 2.2 أو 2.3 يمكن هذا ممتاز ومقبول وجيد خلاص هل ممكن خمسة يكون خطة طيب؟ يكون خطأ؟ أعتقد إي خلال مخصوصا في في مكان بنيت في البنية التحتية العدد الكبير ما يساعدك أنك تحل أي من المشاكل المولودة عندك بالعكس يرهق كاتل الخدمات التعليمية والصحية في أن أرقم يدد ذلك تصل إلى رقم أو معدل جيد لازم توقع يعني في مكان خلق لنا هذا الصحي هو المشكلة أنه ما عمره وصلنا للمرحلة نحن نعرفه طبعا إذا أخذتها كرأي شخصي ما في رقم توصل لتقول أنه الدولة ما تتحمل إذا الدولة فيها نظام يمكن الناس أنها تشتغل وتنتج مهما كانت زيادة راح راح تتغطى بالنمو الاقتصادي حيننا شفناها في دول كثيرة فاللي تتوقع أنك تخفض عدد السكان لأنه هي مشكلة أنها اختلاف فكري أساسي باللناس اللي توقع أن من يوم وجدنا على الأرض الثروات وهذه موجودة هي كعكة واحدة ثابتة نقطعها واخذها في ناس أكثر بتقطع أقل وهذه العقلية اللي هي تنظر الأمور بشكل ثابت هي اللي تقود التيار اليسار بالكامل وتقود السياسة الاشتراكية وتقود الرغبة في التحكم في العائلة وتشكيل الاقتصاد لن يتوقع أنه دنيا ثابتة ولكن الناس اللي لا يتوقع أنه كل اللي في الأرض هو عبارة عن هلنا ماذا نقدر ننتج منه هو موجود ثابت نفس كمية الموية والذرات والحديد والمعادن هي موجودة من أربع مليار سنة لكن الانتاج البشر هو اللي يعطي لشي قيمة فإذا كان والله حنا الآن ننتج ثلاثة ضعاف الغذاء قبل الثلاثين سنة وستخدم أراضي أقل وعدد عمالة أقل بشكل مهول ثمانين بالمئة من السكان في أمريكا في بداية القرن العشرين كان شرعون سراعة الآن أقل من ثنين بالمئة وهي أكثر دولة مصدر متنتج أكثر مما كان ينتج بأضعاف أكثر دولة مصدرة يعني الناس اللي كانوا تكلمون قبل يمكن جاءت فترة قصيرة مرة وصارت حادثة حادثتين لكن أنه كانوا يكبون القمح في البحر هي صارت وما كان نظام كامل سنة وعد وسنة صارت مرة ومرتين لأنه كان فيه إنتاج قمح مرة عالي وكانوا صدرونه ويعطونا معونات وبدوا زي كذا لأنهم كانوا فيه برامج دعم المزارعين ولكن مع زيادة دخول الآلات وتحسن في التقنية الزراعية تفاجأوا بزيادة إنتاج مهولة أكثر من رغبة أصلا السكان يعني حتى كذا شغل أنا أحب أشوف باضي الجبل الشرائح ليش موجود أني نحط على البورقر إنتاج الحليب في أمريكا زاد بشكل مبارك كبير تحسن أداءهم وفيه دعم موجود من قبل طبعا أنه أنت كسياسي في أمريكا تريد أن تحافظ شعبيتك ما تشيل أي دعم حتى لو كان مبلغ بسيط عن المزارعين يشكرون نسبة من المصوتين وكذا فعشان يشوفون حل فقروا يشترون الحليب منهم لكن تعبت مخاسن كلها حليب وحليب يخرب بسرعة فالحل اللي سوه أنه خلنا نحوله إلى منتج يطول تخزينه فحوله للأمريكا الجبل الأمريكي فصاروا يسوونه في بلوكات كذا ومن كثرة بدأوا يستخدمونه أن يقطعونه يحطونه على البورقر ويستخدمونه في شغلات ما كان يدخل في الأكلات دي ثم بعدين صار هو جزء حتى من المعونات الأمريكية اللي تروح إلى دول ثانية فقط لأنه إنتاجهم من الحليب زاد فقضية أنه ما في موارد ما هو بشيء صحيح هو الموارد موجودة هي نفسها ترى الأراضي الأشياء الثابتة اللي كانت يعني الناس تموت جوع على مئة مليون والخمسمية مليون آدمي على وجه الأرض قبل ألف سنة والآن على ثمانية مليون سنة الناس اللي موتون من السمنة أكثر من الناس الموتون من الجوع فعليا الناس الموتون من الجوع بسبب أنه حروب ولا عدم وصول الموارد لهم أو ما في استقرار سياسي ومو هو بأنه والله ما في أكل كافي بس نظل أنه المصادر موجودة للكل ممكن أعارض هذه النقطة شويتين لأنه في النهاية لازم توازمين شغلتين مشكلة النموذج الأمريكي يا أخي فيه مزايا وخصائص موجودة عندهم ما يمكنك تستوردها وسياساتهم بنيت حول هذه الخصائص وما يمكنك تستوردها هذه السياسات وتطبقها عندنا إحنا من الدول اللي مواردنا في النهاية محدودة على الأقل في نموذج اقتصادنا الحالي لماذا؟ لأنه في النهاية معتمدين على مصدر واحد بشكل كبير ومسؤول عن تقريبا نص الناتج المحلي ونسبة عالية من رادية الدولة تنويع الاقتصاد يعني جايزين يشوف نتائج مبشرة بس هيخذ وقت هذا المصدر تبدأ تتخذ قرارات إنه كيف أنا أستغل إحنا الإشكالية اللي عندنا إنه تحتاج توازن بين شغلتين أنت تقول إيه نحتاج نحافظ على مستوى الخصوب الحالي ما نحافظ على العدد بس أيضا نحتاج نستثمر بشكل كبير في جودة الناس استثمارهم في أنفسهم في تعليمهم وجودة إنتاجهم نوعية الوظائف النوعية اللي ممكن يتجهولها هذه الشغلتين على مستوى الأسرة وحتى على مستوى الاقتصاد تحتاج تضحي فيها لأنه إذا وجهت كل مصادرك إنه اليوم نوفر حضانة نوفر إجازات طويلة ممكن حتى تدعمها الدولة للأمهات حيزيد عندك عدد الناس بس حيكون على حساب حساب إنه استثماراتك في تنويع الاقتصاد استثماراتك في أني أتحول إلى مكان صناعي مكان تقني أوفر فرص عالي يستهل الواحد إنه يروح ويدرس بشكل تخصصي ويستثمر في تعليمه إنه أجيب جامعات من برة وحسن قطاع التعليم عندي ممكن حتوقف في عدد الستثمارات إلا إذا كان مصادر مولودة إنك تصدر إثنين كيف كيف ربطتك إذا إنتك فيين حتحصص ميزانية لك إذا زاد عدد الناس إيه فإنت الاستهلاك عندك والإنتاج عندك بالضرورة يزيد إيه بس هذا حياخذ فترات طويلة لكن على المدى القصير لا حتختار واحدة من الثنتين حتختارياً ترى بسيطة أنه مبلازم بأعتقد يعني الحلول ليست بالضرورة يمكن حتى الحلول يطبقوها أن حلول مادية بأنني أعطيك فلوس أو أنني أحط لك لأنه وش اللي يصير أن البنت مثلا تقول أنا الآن ما عاد صار الأسرة ليست مكان أن يدخل فلوس أنا أدخل فلوس بدون الأسرة وحياتي قد تكون جيدة بدون أسرة في فرصة بديلة عالية إيه فاللعب على المسألة المادية يمكن أن تكون ضرورة بس أنك تعزز القيم اللي موجودة في المجتمع كافي بأنهم يزيدون أنا أتفقد عدل التعزيز تعمل منظومة ترى ما فيه هذا هو أقوى شيء بس أنك تجد تخلي ولدك عند أمك تجد تحطها عند مدريمين المنظومة هذه الرعاية في الثقافة المجتمع نفسه هذا المنظر للجانب الثقافي هو جانب مهم يعني ما يبغينا فلن يرغب لا 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 ما يبغي يبغينا نخل المسألة موضوع فقط رأسمالي لكن هذه بناء على نظريات فعلا تنبعت بكثير من الأشياء اللي تصير من الدول اللي الآن جالسة توفر الشغلتين أنه تستثمر في عدد الأبناء وتستثمر في جهودة الأبناء هي الدولة اللي وصلت إلى مستوى عالي من الدخل ومن الاستدام في نفس الوقت اللي هو الدول الإسكندنات فيها بشكل كبير إحنا في مرحلة تحول ومرحلة إن شاء الله وصول إلى هذا الاستدامة لكن في مرحلة التحول نفسها جالسين نشوف هذه الخيارات اللي تصير بين أنا حضحي بشي مقابل شي حتى يعني كلام الوزير الجدعان المطنع مع سكراط كان يتكلم فيه عن هذه الخيارات اللي الدولة محتاجة تسويها واحدة من ضمنها إن ممكن في مرحلة معينة ما حوفر العوامل اللي حتساعد الناس إنهم يكون عنده عدد أولاد كبير لأن السكن مدعوم الغذاء مدعوم التكاليف إنتاج طفل ما تكون عالية حيكون على حساب أني لا ويكون التعليم عندي يكون جودة نوعية إنه الاقتصال عندي يوفر فرص نوعية جدا تحفز الناس إنهم يجتهدوا مو فقط إنه رح خذت شهادة أي تخصص ودخل في القوة العاطلة أعتقد في المدى القصير حنختار واحدة ومضحية بالثانية ممكن حتى بالنسبة لنا أنه معدل عالي التضحية بالعدد مقابل الجودة ممكن والخيار اللي أختلف فيه مع حدي على قضية أنه الهندسة الاجتماعية سواء إيمينة أو إسار أنا ضدها كما بدأ أثبت في شلحة فحتى اللي أكترحهم هو أنه من ناحة الهندسة الاجتماعية أن تفرض عن الناس أنهم يجدون يجبون أطفال أكثر من رغبتهم اللي أشوفها الفرص اللي عندنا أنه نخلي الأشياء المادية ما تصعب على الناس أنهم يحصلون على الأطفال أو يكونوا للأسرة اللي هم يشوفونها مناسبة إذا خليت البيئة والمدينة وجدول العمل والأمور اللي في حياته خدمة صحية كل شيء مرة مريحة ومناسبة للعائلة ولهب عائق عليه وعبء اللي بيشوف يجيبه اثنين ويكون مناسب له بيجيبه مرتاح اللي بيجيب أربعة وخمسة بيجيبه مساح بس الدول اللي تحاول تهندس اجتماعيا سواء بالموجب أو السالب يعني سنغافورة مثلا ضغطوا أنهم اثنين كفاية وضغطوا على المجتمع وإليهم يعني ما كانوا بصرامة الصين أنهم يمنعون يمكن حتى يجبرون على الأجهاض وكذا ولكن كان في حزم شديد أن اثنين وقف انخفاض صار بشكل مرك كبير وتفاجأوا أنه تقديرهم تماما خاطئ غير أنهم صادروا يعني حق الدانس في اختيار كيف سلو بحياتهم ثم بعدين لما حاولوا بالجهة المعاكسة أنه جب أكثر عدد ممكن ونعطيك فلوس وآلاف ما نفعل لأنه برضو تتبرجزهم من الحنس الاجتماعي فلأنه أنت ثلاثين سنة وربعين سنة بنت سلوب حياتك على ثقافة مؤينة ما عندك عائلة ممتدة بحكم أن كل أحد في العائلة جاب طفل أو طفلين فخلاص تفككت النسج الاجتماعي فاللي موجود هنا أنه الآن عندنا السراع عملية انتقال من المدن الصغيرة أو القرى الريف إلى المدن بطبيعة المدن في كل مكان في العالم هي أقل يعني انسجاما مع العائلة في مدن أفضل من مدن ولكن المدينة بطبعها يعني فيها كثافة أكثر أكثر غلاءا إلى آخره ولكن أنت الآن إذا أنت واعي لهالنقضة فمن البداية وانت في مرحلة تحول تخلي المدن اللي عندك أكثر قابلية للأسرة اللي تكون موجودة أو حتى مو بشرط أن تدعم بفلوش فتأكل موارد لكن مثلا تعرف أنه والله الرياضة للأطفال مهمة أو الرعاية الصحية للطفولة مهمة فتعفيهم من رسوم وضرائب معينة تعطيهم تحفيزات أخرى أنهم يتوسعون يكونون ضمن الخطة يعني حين لن نسوي حي جديد أو مدينة جديدة في أراضي تروح المستشفيات في أراضي تروح للحدائق في الأشياء الأساسية طيب الملاعب حتى الأطفال الحدائق الأشياء اللي هم يشوفونها تدعم للعائلة وتعوضهم شوي على الانتقال من الحياة ترفية حتى لو والله أبوه تربى في مدينة بسرح حتى مدينة تتغير الآن فهذه النقطة أنه إذا تواعي لها من البداية الآن ولا تنسى أنها عملية جدا طويلة ما عندك الرفاهية أنك تقول والله العشرين سنة هادي بركز على كده العشرين سنة بعدها تركز على كده عندها القضية زيها مثلا الطاقة النظيفة أو الهتمام بالبيئة أو ما تقول احرق كل شيء وإرم بلاستيك في البر وكذا على أنه بركز على ذا الشيء وقتها بتروح وتشوف يمكن تأخر عملية تصحيح المسار تظل هذه أجتماعية غير مباشرة بس لا لا أحس أن هذا التدخل مهم يعني لحد ما أكيد يعني الإجبار خطأ بس أحس لخطأ ليش مختار أي أحد ما ينجب أنا سوات سواتها رومانيا سواتها دول كثير في النهاية أنا أجبر إيه إذا ما جدت خمسة فأنت معرض لي وأنت أبغى كل واحد يجيب خمسة أنت أبغى خمسة بس بجودة معينة فكرة يعني يعني خلنا نطلع من الجانب شوية الفلسفة خلنا نشوفها مرة أطبيقية تجب أحد أن يروح يجيب أطفال أكثر من رغبته أنا بس قاعد أقدم وحفظات ما تقاعد تزيدون أنت بطلع لي مشاكل ثاني يعني المشكلة البسيطة ومهم بسيطة المشكلة اللي بتجي من خفاعد السكان بيواجهني أنه في ناس يجيبون أطفال يتخلون عنهم من النموم أصلاً حقين أسر فالآن بحل مشكلة صغيرة مشكلة كبيرة يا أخي في مثال أنا مدري إذا أبغى أحرقه في الحلقة دي أنا بستخدمه في مقالة ثانية أو شيء مرة أعجبني صراحة أحرقه جيد كمان في جادي يقول لي خلنا نصارف هذا الموضوع لا لا نحرق كأن في ميزانية عندنا من الأفكار ما نقدر نستخدمها يوم جو المستعمرين لأستراليا كانوا يزرعون محاصيل يجيب لهم فلوس من أكثر المحاصيل يجيب فلوس اللي هو السكر لأنها يعني ما تخرب وتشحن وكذا زي زي يتبغ بعض المحاصيل فزرعوا السكر بس في أستراليا النبتة حقا السكر ميهب نبتة من البيئة نفسها فنبتة يعني تكون حساسة إذا خرج بيئتها فتفاجأوا أنه في نوع من الحشرات يجي يأكل نبتة السكر وسبب لهم خسارة مرة كبيرة وحاولوا يعالجونها معجزة وما يقدروا عنها فبعدين جابوا واحد من الخبرة قال أنه نبتة السكر نجيب لها أمريكا أمريكا هناك في نفس نوع الحشر ولكن في نوع من الضفات في نفس البيئة هو يتغذى عليها فعشان كذا وجودها في توازن قال بس بسيط نروح نجيب نفس نوع الضفدع هذا ونجيبه هنا في أستراليا نفكه وفعنا نفكه وبدأ يأكل الحشرة وانتهت المشكلة هذه حقلة السكر بعدين طبعا حل عفقري حل عفقري في وقته مر الوقت وأنت ترث السكر وصار السكر رخيص ينزرع في كل مكان وصار فيه مبيعات حشرية يعني ما عدت صار تغير الوضع طبعا هم نسوا عن الضفادر الضفادر موجودة في البيئة تسربت الضفادر حذيميه برضه من بيئة أستراليا لأن أستراليا لها مكون بيئي مرة منعزلة فبدت تنتشر جلدها سام ولا يعني يفترسها إلا أنواع معينة موجودة في أمريكا من الحيوانات فبدت تنتشر في أستراليا بدون أي توازن بيئي فالآن خطرها أكثر من الحشرة اللي كانت تاكل بس السكر فالحيب فيه فيديو موجود أنه سيارة تمشي في الخط خط سريع بين مدن كده وهو ماشي الشارع ما تشوفها من كثرة الضفادع اللي تغطيه يدخل بعض القرى الصغيرة أهلها هجروها لأنه من كثر الهجوم على المدينة ما حد صار يقدرون القرية هذا مقدسة اللي يبسون فيها ويطلعون يعني برامج لمكافحتها وكذا ولا نجحت وحتى يعني ما هي فقط على الضفادع حكاية أستراليا والاستعمار ترى عبارة عن نفس المشكلة تتكرر صارت مع الجمال جابوا الجمال عشان البنة السكك الحديد فإلى الآن جاسيني طيحين في المشكلة فيه اللي هو طيوره الإيمو اللي كان يربونها عشان اللحم بدين فكوها بدين أكلت الدنيا كلها للا ما في شيء يفترسها درجة أنه وكلوا الجيش الأسترالي أنه يحارب طيوره الإيمو وفعلا برشاشات وكذلك يقتلها وبعد فترة أعلن جيش أنه خسر أربع الطيور هذا فقضية أنك تدخل في هندسة مجتمعية ترى مثل الهندسة البيئية أنك تجيب شيء مهم نفس البيئة وتعتقد أنك أنت أفهم من التوازن الطبيعي فالأشياء اللي حنا نأخذها في السياسة العامة أو أتوقع اللي يفرضكم في السياسة العامة ما هي بتدخل أنه فرض أو شيء لا أنت الحين طبيعي أنه بدونك جاسة تبنى تتوسع وكذا مثل ما تنتبه الأهمية البيئة والنظافة والحدائق والتشجير هذه كلها أنت منتبه لها تنتبه القضية الثانية طيب الأم اللي محاربية أطفال هل المكان مهيئ لها توفر الخدمات قربها السكن كيف توفره الخدمات الصحية هذه الأشياء والسلامة والأمان الموجود في الحي يعني أنه الطفل يقدر يطلع فأنت تقدر تخليه يطلع يروح يلعب في الحتيقة فترة أو يلعب مع أخيها في الحارة كل هذه تخفض العب على الوالدين فيعاد يقول تدري هذه الحلول ترى جربت وكيد هتكون لها نتائج حتى الآن مثلا في بعض الدول جلسة تشهد بعض زيادة ممكن تكون زيادة مؤقتة بسبب أنه العمل عن بعد أن المقايضة اللي تكون عند المرأة بين وقتي للعمل وأحتاج أني أقضيه حتى سواء مصدر دخل أو أن العمل بحد ذاته والتطور الوظيفي هو هدف ممكن أخذه قبل أن يضحب الأطفال هذه الجلسة تسوي توازن لكن في حلول شويتين تكون حتى تستغرب أنها لها ارتباط بهذا أنك ما تحتاج تدخل في هذه المسألة بشكل مباشر بس تدخل في القطاعات الثانية أو السياسات الثانية وتكون نتائجها إيجابية مثلا مستوى للدخال دائما هذه تشوفونا في النقص في السكان ما يصير بشكل واحد يمر بمراحل غاربا الفترات اللي تكون فيها زيادة سكانية تكون السنوات اللي قبلها كانت فيه معدل الضريبة أو معدل الفائدة مرتفع السبب إيش؟ معدل الفائدة يرفع عندك للدخار لأن الآن الاستهلاك ما يبدو بنفس جاذبية لما يكون الفائدة صفر بش الفائدة يستثمر لما ترتفع الفائدة العائلة بشكل على مدى أجيال يصير عندها ثروة ولما تتكون هذه الثروة مو بس في الآباء بوقتهم الحالي وإنما في جيل الأجداد الأبا نفسه يبدأ يخطق ليقول في عندنا ثروة ما أحتاج إني أقرر أو لأ عندي بس ولد واحد ويحتاج أعلم وأحسن تعليم لا أقدر أجيب ولدين وأسوي هذه الموازنة وفعلا الناس إذا صار عندها دخل عالي هم هذا محمد كان يتكلم عنهم الواحد في المية بالعكس حصل عندهم جودة أطفال عالية بس عدد أطفال عالين إلى مصك هذا اللي عنده سبعة ثمانية أولاد الآن مثال على هذا فلما تزيد معدلة الدخار وهذه من السياسة اللي جالسة تصير عندنا تزيد مستوى الثروة اللي تورثها العائلة من جيل لجيل تخففها العائلة بالاقتصادي هذا وتبدأ ممكن في النهاية تزيد مستوى الإنجاب من غير ما تكون تدخلت في الموضوع بشكل مباشر طب آخر حاجة في هذا الموضوع هل في دولة قدرت أن تربعها يعني أصلا أي حل أنها يرفعها بغض النظر إذا نزلت أو ما نزلت فرنسا يمكن تأخذ المثال الفرنسي لأنه فرنسا مو تقول إنها رجعته بشكل تام لكن فرنسا في الحرب العالمية الأولى الثانية خسرت عشرة في المئة من الشبان ومع ذلك استطاعوا طبس جزء منه كان عبر الهجرة اللي تكون تنتهي بأنه الناس تستوضم بشكل دائم هذا المثال الممكن الوحيد اللي دورت في التاريخ قد حصله بس صار في فترة سابقة فكشي مستمر ما فيه هو أتوقع أنه قد يكون وضع طبيعي جديد مختلف شوي يعني أنه ممكن أنه خفاض السكان مشكلة ولكن أنه إنه ما عندك نمو سكان يمكن أنه ما يصير مشكلة فأنه تبقى على نفس مستوى السكان هذا الجيد قد يكون مع زيادة الانتاجية وأنه عندك ذكاء اصطناعي وكذا ممكن يكون هذا الطبيعي الجديد بس بيكون في ناس تربح ونحن نستخسر وكل ما عندك خيارات ومرونة أعلى كل ما كنت من الرابحين نذكرنا مثال ألمانيا وألمانيا يعني ما في ناس كثير ما متفائلين ترى مستقبلها بهالسبب أن الدولة كبيرة وصناعية كنت تحتاج مهم مدينة صغيرة أو دولة سكندافية وجلس تخسر لمنافسين عندهم جاذبية أكثر استقطاب عقول ومهاجرين وكذا هل في دولة مسلمة تحت خط المعدل للسدار؟ فيه بس أننا ناقشناها وشاكين دول الخليج بس ممكن عشان لما يكون أبداً وضع الحمال لنها جلس تقول أحسن المسلمين ما عندهم مشكلة لا لكل جلس تنزل بس ترى متجهين لنفس الشي يعني ممكن في خصوصية ثقافية حتمنع هذا الشي بس في النهاية جلسين نتعرض نفس العوامل للمدري يعني فيه يعني حس مثلاً فرنسا يمكن ليحميهم كثرة المسلمين يعني فيه تلقى أنه كل الأديان تقول لي للمسلمين جاسيني يرتفع عددهم في العالم فحسيت لأنه بنجلادش مثلاً الدولة مسلمة وعندهم ثاني أسرع انخفاض في المعدل في العالم بعد الصين فمرة وتشوف اللي جنبه مثلاً تايلاند الدولة بوذية واللي فوقهم شوي كوريا أو أسوأ شي كوريا فجانب الثقافي يمكن لح دور بس أنه وين متجه المعدل منخفض في كل مكان بس في حل ثالث ترى الآن الناس تقول أوكي تركنا المسألة زي ما هي ما في حل وفي أنك تروح تجبر الناس لازم تجيب خمسة أولاد أو نسجنك أو نحط عليك ضيبة في حل ثالث كل الحديث هذا اللي جالس يدور حول ليش هذه مشكلة وهذا السؤال اللي بدأت فيه بناء على البنية والنموذج الاقتصادي الحالي لازم فيه نمو لأن نحتاج الجيل الحالي ينتج أشياء حيستهلكها الجيل اللي خرج منه الحالي طيب ممكن تبدأ تحاول تعيد تصميم الاقتصاد بحيث أنك تطلع من مسألة النمو الدائم هذا طبعا هذه الفكرة ما تزال فكرة حشة من ناحية منهجية لأنه ما في إلى الآن أحد قدم نموذج ممكن أي حجاز يتخذ قرارات يتبعه لكن ممكن تطويره مثلاً الجانب أنه مسألة أن الناس تتقاعد طيب ممكن أن تتقاعد بس يظل يعمل بطريقة تتناسم مع عمره تستفيد من خبراته يكسب عنده راتب مو بس يعتمد على تقاعد وفي نفس الوقت يسوي الأشياء اللي يودي يسوي في التقاعد يمتيك تغير هذا النموذج أنه اشتغل 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 وفجأة تقاعد يومشي من الشغلة الثانية حتى تكلمنا عن مثلاً أنه حيصير فيه ابتكارات أقل بعدد إذا شجعت مثلاً موضوع التعاون مو بس داخل الدولة بس بين الدول على مشاكل معينة غيرت النموذج الاقتصادي أنه ممكن يحفز الشركات أنها تتعاون مو في واحد ياخذ كل الحصة والثاني يخسر حتيبدأ تستفيد من العقول أقل في إنتاج أكثر هذا بأتبار أن العالم يبقى زي ما هو يعني يمكن مع الناس اللي ما شعر لأنه مفترض أنه كلنا الحين متقاعدين وانت صغير أو ممكن ما حينتقاعد يعني لا تنسى نحن جالسين بس نناقش المستقبل من وضعنا الحالي نجس نفكر بقيود الوضع الحالي لو ترجع مثلا تشوف الروايات حق الخيال العلمي وكذا اللي طلعت في السبعينات كل خيال المستقبل حقهم أنه النفط بينقطع وبنموت جوا يعني ما كان ما هم تخيلين شيء اسم طاقة بديلة أو يعني في خيالة ثانية اللي جالسين ناقش والآن كله على السكان بنهارون فالاقتصادية راح ينهار بس قد يكون أنه ما عد في شي أو العمل الجسدي المهلك اللي يحتاج لك شباب وإنشاط يتسوي يختفي تماما بسي الآلات تتسوي وساعات العمل تقل أكثر من الآن لأن الجسل لها مئة سنة تقل فممكن إذا وصلني إلى مرحلة كل السكان ما في أحد يقوم بعمل جسدي زائد أنك تشتغل عشرين ساعة في الأسبوع زائد أنك تحسن في الصحة العامة وفي الرعاية الصحية فممكن توصل إلى عمر مية وإنت باقي تأدي عشرين ساعة لأنه اللي تسوي زي التقاعد تتلس في البيت وعندك جهاز وعندك نفس الأسلوب فممكن نحن جلسين نفكر فيه نحل المشكلة موجودة اليوم موجودة مستقبلا نبقى ندفع حق التقاعد اللي ممكن ما راح يسن موجود طيب في المشكلة الثانية اللي هي ساحر الناس يموتون فلش ساحر جلسي يحل مسألة الخصوبة لأنه لا جلس يرفع المعدل لأنه ناسا قل تموت أنا تفق محمد عندي فكرة أن ماب صحيح أعطني فكرة تخلناها خشر لسردها كما تشاء الوقت لك تمام الفكرة بدأت أنه في تحسن في الكاميرات واللي واللي سوق من بداية ما جاء ساهر يمكن حنا الدولة شابة عدد كبير من الناس تراد ساقو وساهر موجود ما كانوا عارفين موجود فما أحد أصلا يذكر أنه عسكري وقفة إذا خالف ويعطي مخالفة وصير كربونية ذلك نسخة صفرة يمكن 90% اللي في الشارع ما يذكرون الفترة معنا كانت قريبة فيه تحسن كبير بس تشوف أنه لما تزيد عدد الكاميرات بالأربعة أضعاف ستة أضعاف معدل التحسن فما كان فيه كاميرات للجوال أو الحزام أو اللي يدخل على المسار الخاطئ إلي قبل سنتين يمكن وفيه كل فترة جالس تنزل الكاميرا جديدة بس لما تسوق لا تسجل مضغوط ترايح للعملك حتى إذا إذا أنت في مكان الشارع مقفل أو يعني الناس شبه واقفة زحمة ما ذلك أنت على عصابك لأن لو فيه مسافة بينك بسيارة قدامك أكثر بواحد سنتي من مقاس سيارتك بيدخل واحد عليك فالضغط النفسي اللي وانت تسوق ما بجلس يتحسن طيب حنا أول سنة سنتين جلسين نحط كاميرات السرعة في أكثر الأماكن حاجة اللي هي يعني فيها أكثر الوفيات ما في مشكلة طبع مرت خمس سنوات طبع حين دخلنا في كاميرات الجوال والحزام طب لنا الحين حدوث خمسة عشر سنة وسهر موجود ليش لازلنا في نفس الفوضى هذي ما حد راضي عن اللي جالس موجود صح أن الوفيات ستنزل بس اللي سوق ما يقول والله أنا الحين مرتاح في القيادة سواء ترى مقارنة مع حتى الدول القريبة اللي ما هو أحسن وضع يعني تروح تشوف أفضل الدول في سلوك القيادة اللي تحت واللي فوق واللي تلاقيهم فرق كبير في مستوى التزام بالأنظمة غير اللي قضيت فقط الوفيات أو الإصابات فاللي يوم جيت أشوف وش التحليل اللي عندي وحاولت نحن نسوي بحث بسيط كذا أنه في قضية عندنا جانب الاعتماد على عنصر واحد أنه عنصر الضبط جاسين نحط فيه موارد لأنه تقدر أنت هو مادي تقدر تدفع فلوز زيادة تسوي كاميرات زيادة فجانب تقدر تلمس نتائجه وتقدر تتحكم فيه بشكل مباشر فيمكن لأننا جاسين نعتقد على جانب واحد ما أتمنى على الجوانب الثاني لأنه عشان تضبط موضوع أن الناس ملتزمين في سلوك القيادة في عندك أربع شيئة ثانية أو ثلاثة شيئة ثانية غير الضبط ففي عندك التعليم أصلا الواحد من يوم يبغي يسوق يحصل على الرخصة ويدخل هل هو عارف جميع الأنظمة هل هو مدره بشكل صحيح من الموجود في المدارس واضح أنه مدارس التعليم القيادة ما هي بتسوي شغلها بشكل صحيح فجانب أصلا التعليم قبل لا يدخل لما تسأل بعض الناس يوم أول ما بدأ يركبون موضوع أنك ما تتجاوز في الكاميرات ما تتجاوز من الخط الأصفر الناس كثيرا ترمس خربين أنه ليش هذا الشي بمنوع لش جدني مخالفة أو بدأت بعض الكاميرات الآن تعطي مخالفة على عدم ترك مسافة آمنة فكثير من اللي يسوقون والله عشر سنوات يسوق ما هو بجديد ما يدري أنه أصلا مخالفة فواضح أن العنصر هذا عندك يعني فيه خلل وله بجلس يتصلح يعني حتى بجلس من درس القيادة للنساء حاولوا أنهم يجبونها بستاندرد أفضل ويحطون فيها يعني موارد وكذا لأنها مقارنة باللي موجودة عندنا ما كانت مناسبة الجانب احنا قلنا الضرط وموضوع التعليم الجانب الثالث موضوع الهندسة الطرق نفسها يعني فيه جانب مادي للموضوع فأذكر جلست مع المسؤولين في يعني هيئة القيادة أو المرور في المنطقة الشرقية فكانت كلمة عن تجربتهم وكيف أنه عندهم عناصر كثيرة ويبغون يهتمون فيها وكذا فوحدة من الشغلات اللي قالوا أخذنا طريق وسونا فيه مسح وين الحواد صير وشي أماكن المخالفة وكذا وشفنا أنه فيه تقاطع جايب زاوية غلط يعني سوى لتحليل هندسة كامل ولأنه المنطقة الصغيرة راح تدد أربعين كيلو الوصلة لهذه أو شي فعادوها هندسيا وعادوا حتى تصميم وينما كان اللوحات الارشادية أنه مثلا منطقة معينة دائما يصير فيها صدم الخلف لأنه اللي قدام يهدي فجأة شي يشوفه واللي وراء ما ينتبه فيضرب فيه فبدوا يحطون غير لون الشارع حطوا خطوط صفرة وحطوا لأحات مرة من بدري فقل الحوادث نفس الكاميرات نفس تعليم الناس نفس كل شي اللهم أن تصميم الشارع أختلف فهذا الجانب أي شخص يشتغل في التصميم الهندسي أو له خبرة في قضية الحوادث المروية راح يقول لك نصميم الشارع له دور الجانب الأخير موضوع يعني عندنا على مستوى القيادة ترى ما يبجز تدعم نهائيا الشخص اللي سوي مخالفة ترى ما يحسن نسوي شيء خلط يعني إذا صورت الكاميرا أو أنقفط أو شك ولا الله يعني بدفع مبلغ بس ما هو بشيء خطأ يعني حتى نشوفها على شيء أقل والناس الأسف حتى ما عندهم الوعي الكافي إنه مثلا يمكن يرمي من سيارته شيء ولا يستحي ما شوفه شيء غراب هذه بدتها شوي يعني في بعض الأماء كالناس تتقفت شوي بينقدون لكن موهب بالمستوى بس على مستوى المخالفات المرية لا عادي يعني عادي أنه أنا كتتمر على قضية الكاميرات ومو بس الكاميرات أنه بشكل عام القيادة عندنا سيئة وكذا وذكرت سهل انتقادي على الكاميرات لا يعني أبوى كاميرات أقل هنا في بعض الناس يبسطون ويصح الكاميرات وإنه مخالفة لا أبوى كاميرات أكثر بس أنه مو فقط نعتقد على الكاميرات ففي واحد رد وقال أنا عندي مخالفات بـ 40 ألف يرضيك ذلك الشي وقال لا ما يعطي أنه باقي أنت تسوق صراحة على المخالفات فقضية أنه أصلا أنت تسوق وتوصل ما في حد معين للمخالفات أنك ترتكبه وتوقف عن القيادة استثناء من كل الدول اللي أنا بحث وأبغى أشوف كيف نظام القيادة عنده مو موجود كل الدول عندهم حد معين توصل له طبعا نعرفه ببرنامج نقاط توصل له تسحب الرخصة لأنه اللي يصير أنه فيه يمكن ترى الآن حتى بكل الوضع المجدل حالي ترى يمكن 90% من الناس ملتزمين و10% مخالفاتهم أو 9% مخالفاتهم بسيطة وفيه 1% مخالفاتهم اللي مره سيئة الـ 1% مهما علمته ترى ودربته وثقفت وعطته مخالفات يعني بالعصى والجزرة ما رح تعدل مشكلة الجاس يخرج بالباقين وانت تشوفها في الشارع لما تمشي في الشارع تشوف ناس كلهم متزمين في مسارهم مثلا فيه لفة في النصة فيه طابور وهذا الشارع سالك لما يبدأ بس واحد يروح تخطر طابور السيارات يبيدخل منك نفترض أن ما في كاميرا تبدأ فجأة كل اللي كانوا منضبطين يروحوا وراه لأنه يحسون دنيا فوضى فالـ 1% إذا داموا موجود ما ينفع أنك تروح تحاول تضبط بكاميرات لأنه هو بيحاول يخالف في أي مكان موجود والدليل للناس اللي عندهم 200 ألف 300 ألف 40 ألف مخالفات يمكن نسبة حتى أقل من 1% بس أبغى بين فكرة أنهم مرة أقلية فتخيل أنه 90% من الناس دربتهم البداية بشكل صحيح فالأخطاء البسيطة اللي تحوم فيها هذه تلفونها التسعة في المئة اللي يسوون مخالفات بسموهم مرة سيئين عندك نظام نقاط فتقدر أنك توقف عن القيادة فترة وتمنعها أو تعيدها يدرس مرة ثانية وهذا موجود ترى في دول واجد فكذا بسير عندك يعني رادع قوي يخلي 9% مثل 90% والـ 1% بسير عندك نظام أنك تمنع نهائية من القيادة خلاص أنت ما تنفع تسوق خذلك أوبر خذلك تاكسي خذلك مترو الآن وفجأة الآن الشارع تكتشف أنه ما في أحد يخالف والناس بطبعها ترى تشوف وش اللي موجود وش الطبيعي المتقبل حولها وتنسجن فيه هذه البساطة خلال الله عندك أي ثم لا أنا أتفق معها بس ممكن في لها تفسيرات شوية تعني إذا حال عطيها تفسيرات عمق يا خي أنا مع أنه حقين على مال اجتماع اللي أعطيك نظرية يقول لك هذا المجتمع كذا وهذا المجتمع ما دانيهم لكن عندهم فكرة واحدة بصلاحة أن أشوف أن أتفسر أشياء كثير وهو أن إيش نوع العقوبات اللي تحفز هاي المجتمع ترى يختلف الناس في مجتمعات يكون إذا حس بالذنب مقابل التصرف والله إنك صرف يصير فيه حساس بالذنب إنك أنت خلفت قانون أو خلفت عرف يكون الروادع اللي تركز على إنك تعاقب الفرد فقط تكفي وهذا اللي تحصل فيه يمكن شوية دول غربية إحنا لا نقارن مع المجتمع شويتين عندنا ثقافة العيب أكثر إذا الناس حولك يعتقدوا أنه تصرف معين العيب ما تسوي في ساهر وفي المخالفات وزي كده ما في أهد الإحساس إنه إنت ده مشيت على الخط قطعت على الناس إنه اللي سويتوا عيب بالعكس إنت أذكى إنت حريف إنت اللي هتوصل قبلهم أعتقد ممكن أن هذا الشي ما تقدر تغيره في المجتمع بأنه تكون على مدى عقود وفي عامل كثير واتكلمنا أن الهندسة الاجتماعية ما تشتغل لكن يمديك تستغله بتصميم المخالفات أو بتصميم العقوبات كيف يا أخي ممكن أنا أعطيك تجربة جيدة أنا أشوفها في الجامعة عندها أن اللي تزيد مخالفاته يروحون ويشغلونه في الجامعة وغالباً يشغلونه فيماكن بقية الطلاب يشوفوه وكثير من الطلاب يتكلمت معنا يقول بعد ما صارت هذا بطلت الخالف لأن كان يعطونا مخالفات 50 50 رجال هو يجمع زي اللي يجمع لا أنت الحين بنحطك عند بوابة الأمن ويجي أخيك ويشوفوك شغل شغل مو عيب بس اتضح أنك أنت في مكان عقوبة وقتها انتزام أعطيك التجربة رامكو في هذا الشي ممكن أن نستخدمها أنه رامكو طبعاً حسب ما أسمع أنا ما قلش شفتهم بس أنه إذا خالفت ممكن مديرك يعلم أخيك وأن القسم عندك كلهم يعرفوا أنه في هذا الشي أنك غير ملتزم ففي هذا الضغط الاجتماعي أعتقد ممكن يشتغل عندنا أكثر من مجرد أني أنا عاقبة كفرت لأن بعد يعني إذا أنا مخالفات اليوم 300 وأخذت مخالفة ثانية 300 زيادة المية في المية هذه أكيد كثيرة لكن وصلت 10 ألف وزيادة 300 معتب الأحساس هذه بيكون ضعيف والحساس رأي ممكن تولد شوي بأن يكون فيه إحساس مباشر بالخطأ اللي صار عندنا لما يصير فيه رصد آلي وكاميرا تصور ومربوط وجيك رسالة صحيح أن هالعملية تخلت سهولة الضبط في دولة كبيرة سهلة بس في المقابل نزعت الشعور لما تشوف السيفتي في المراية الخوف ذا اللي كان يعني يذكر جلت فترة في الرياض سووا حملة سرية وأول ما جابوها سيارات مدنية شكلها ما عليها ولا شي وفي السيفتي حتى مخبة وتشوف خاصة في الدائرة وكذا تشوف فجأة مولع حتى اللي ماشي صحي خاف أنه في لكن أنا مسوي شي فحتى لو كان نظريا احتمال أنه هذا الشي يصير لك مرة قليل نفسيا خلقت نضبطه بشكل أعلى لأن الكاميرا شي مالي في جوالك يجيك رسالة مو هو بشي ترى مو بس عندنا يعني الصينيين تريد تكون أنه سلوك الناس في القيادة في تهور وسيء وكذا مع أنهم عندهم أكثر غزارة للكاميرات الموجودة اشتركوا معنا من المشاكل اللي عندهم قضية أنه الرصد الآلي أنه اللي خالف ما يوقف الشرطي ويقول له تعالي أنت عرف وش مخالفتك والمواجهة هذه ترى مهم مريحة لأي شخص فلما لما يكون فيه ضبط هذه وحدة من الأدوات طبعا لا تخلى على الأداة اللي مره فعالة بس أنه حتى لو فيه رصد آلي بس أنه وصلت إلى حد مؤين سويت خمس مخالفات على حسن يكون مخالفة وحدة لكنها قطع إشارة مخالفة جرية شوي هنا تقول طيب خلاص رح راجع من السرقيات فهنا فيه مشوار إضافي عليك بتروح هناك بتحضر محاضرة أو سير فيه تحليل طبعا النظام النقاط رموه بجديد وموجود إلى الآن لازل على موقفة الداخلية اللي صبحت المرور أنه كل مخالفة ترتكبها بحسب يعني شدة المخالفة تضيف لك عدد معين من النقاط توصل إلى حد معين لك مرة الأولى سحب فترة معينة الرخصة ثم بعد ذلك يمكن أن أتصل إلى السحب نهائي النظام موجود والفكرة موجودة لأنها مطبقة في دول كثيرة اللي كان شوي عائق قضية أنه ما فيه محاكم مرورية متخصصة لأنه إذا بتصل إلى مرحلة أن الشخص تسحب من الرخصة وبالتالي إذا ساق بدون الرخصة بتسجن لازم يمر على جهة قضائية تحكم فيه فإذا شفناها أنه فيه إذا صار فيه جهة قضائية متخصصة وتقدر تحكم فيها القضايا وصارت الأداء متوفرة عند المرور أن الشخص اللي يخالف 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 وله وجالس يلتزم خلاص يعني خليه معد يسوق نهائيا عن طريق القضاء برضه بيفتح لك مجال أنه الكاميرات الجسد تصور سأتي مخالفة وإعتراض أولاين والجهة اللي تراجع في الاعتراض عندك ما تقدر تروح تشرح لهم إذا فيه برضه هذه بتحلك المشكلة فتقدر تكون أكثر صرامة نفسك ما تظلم أحد لأنه فيه جهة قضايا تفصل في الموضوع طيب على يعني نحن فيه نقطتين فيه نقطة أهل ساهر وهذا جالس يغير في سلوك الناس والأرقام تقول أنه فعلا جالس يغير في سلوك الناس واحد أن نسبة الوفيات قلت من نسبة 40% هذا يمكن أن تقول أنه هذا حلين مشكلة كبيرة بس أنها تقول مشكلة صغيرة بس أن نحن 40% أو يحط فيه بعض دراسات تكون 46% أنها قصت من تطبيق ساهر وما بعد تطبيق ساهر يعني واضح أثر ساهر في الحفاظ على حياة الناس فهذا واحد ثنين وتقدر تلمس السلوك حتى السرعة في أي طريقة مثلا طريقة رياض دمام ونت رايح جاي أني نادرة تلقى حتى يسرع نادرة نادرة لأنك تدري أنك فيه ساهر بتلقطك في أي مكان وهذا واحد ثنين على السلوك أبا أعتقد الحين أنه لأي أحد أي أحد وصدق يعني ما أدري حسنا فجأة صار بس أبا أعزه هذا إلى وجود الكاميرات أنه كل النصار تركب سيارة تربط الحزام وأنا أتذكر أن ما أكان أحد يمكن قبل خمس سنين ما هندي رفض الحزام نهائيا فبقى أن المنتقلوا من 2% إلى 96% التزام بحزام السيارة لي وجود كاميرات اللي بتدري أنها بتتصورك إذا ما انت رابط حزامك وعلى ذلك فقص فهذا تغير سلوك يعني حتى وانت تركب سيارة ما انت جارس تقول ما بربط حزام إلا بدور إذا جدت الكاميرا بسوي زي كده لا الكل يربط حزام وانتهى الموضوع ولا في أي نقاش فغير في سلوك الناس بالفلوس في أمريكا مثلا تلقى الليترينج والرمي النفايات تلقى أن يكتبون يعني أنا أتذكرها ليش يعني يحطون رقام فالمخالفات موجودة بكل العالم والصيل استخدمت هذه والعيب كمان فإذا وصلت مخالفاتك إلى شكل ما إذا أنا اتصلت عليك يقولون ترى هذا حيوان مخالف شفت هذه رنان مدري صداء كذا ما بين أنت تظني أرد يقولون ترى هذا ما أسدد مخالفاته قطع إشارة يعني رد آلي يعني وجمعونك من دخول مثلا ما تركب واختص عدي تركب بس أي طيران ثاني فممنوع أنك تركب طيران يعني كذا يعقدون حياتك ويخلون العيب يركبك ويعني ما أدري أنت تقول ما فات لا لا هو العكس أنا أقول ليش يتطروا يسوون اللي هو تخلي الشخص مفضوح أو يفشل مع أنه عندهم أعلى ضبط في الكاميرات ليش يتطروا يسوون خطوة إضافية هذه لأنهم عارفين أنه الأداة لها حد معين ثم بعدين رح يقل فائدتها يعني رح نحسن إلى مستوى معين ثم بعدين رح يدبل كمية المخالفات وحسن المستوى من الأرقام بواحد بالمئة بينما قبل كان فيه فوز سهل حطوا شوية كاميرات نزل الوفية من عشر الاف إلى خمس الاف بس بعدين دبل كاميرات نزل من خمس الاف إلى أربع الاف خمسمية طب دبل كاميرات مرة ثانية بدين تصل إلى مرحلة أنه طيب الوفية قللتها بس عدد الحوادث جس زيت عندك حتى إذا قلت تقنسبها للسيارات طيب الحين قبل كان أعلى سبب أو أعلى رقم لأسباب الحوادث كان السرعة الحين ترقى المكان ما هو برقم واحد بالحين الانشغال اللي هو الجوال هو اللي أخذ رقم واحد جس يزيت ومن دول ثانية جربوا الكاميرات فترة أطول بدين يشوفون أنه صح في بعض السلوكية تروح بس بعض السلوكية جس ترجع جس ناس تأقلم حولها اللي حسب رقمة الناس الجوال لا سهل سبب الحين أعلى عدد من الحوادث والناس خاص بدت تعرفون أماكن الكاميرات فلأنه شي يومي وقضية الحزام أنت تسوي مرة واحدة بس الجوال لازم تضبط نفسك كل دقيقة أنت تسوك فإذا مشوارك نص ساعة أنت عندك ثلاثين مرة ما تفتح الجواري وترى حتى موضوع التزام في الحزام لا شك أنه الكاميرات لها دور بس إلى الحين ما نعرف لأنه التوعية اللي جات وصور الحوادث اللي طلعت وبشكل مباشر أنه هذا ما ربط الحزام فأطلع بر السيارة والتزامي بالسلوك هذا مرة بسيط على الناس أنه بس كليك واحد وانتهينا مقارنة مع طيب أوكي ترى حتى عدم ترك مسافة يسبب حوادث خاصة عن سرعات مرة عالية بس لأنه شي صعب الناس تستزم فيه دائما وكذا فهناك حتى مع وجود الرصد الآلي الآن ما هو بنفس الالتزام أنت إذا عندك أداء وحدة زي الكاميرات فعالة ممتاز بس إذا إلى الآن لدينا 15 سنة الكاميرات والأدوات الثانية اللي أنت عارف أنك تحتاجها عشان تكمل منظومة وهذا كلام من الناس اللي خبرها ما هو ولن جلس تفعلها يعني هنا الإشكالية واللي واللي جلس يشوف يعني مثلا تذمر الناس من القيادة مثلا في المدن أو تقدر تقول ترى الحين أفضل من قبل عشر أسنين هو ما تفرق معه هو الحين يحس بضغط هو وصلا مبناقصة أنه في زحمة تروح تضيف عليه أنه في يعني سلوك قيادة سيئ شوف أتوقع أن كل الأشياء الثانية هي جاية الفوز السهل رح يبين أنه خلاص يعني خلصنا مرحلته حطينا كاميرات فيما كان واجد أنا بدأت ألاحظ أنه الكاميرات هتجد جلسة تقن يعني مقارنة عن اللي قبل يمكن بعد كورونا 21-22 كان فيه نشاط طبيعي في الكاميرات الحين لازل في توسع بس يمكن تعوذنا وجود كثافتها عالية حتى بعض الشوارع أقول وين يحطهم زيادة خلاص كل مكان في كاميرا فالحلول الثانية أصعب وتأخذ مدة أطول فاللي يمكن ما تحمس في البداية أنك تأخذها ما يهب حل سحري يعني تحطها وتطلع نسجل بعد سنة فأنت تحل المشكلة الكبيرة اللي عندك فأتوقعنا أنهي الآن وقتها أمكي يعني لا أعتقد أن لو دينا نطبق النظريات السلوكية على هذا الموضوع نحن بس نحطها مخالفات بينما كل واحدة منها لها تكلفة معين على اللي يلتزم يعني أنت لما تقرر اليوم أني أنا ما أقطع إشارة عدم قطعة الإشارة هذا لا تكلف عليك أن أنا أوصل متأخرا لكن ما تستاهل مقابل أني أوصل في حادث أو ما تستاهل ثلاث ألاف ريال أو ما تستاهل ثلاث ألاف ريال بس كثير الإشارات اللي ما فيها يعني أكثر الإشارات ما فيها ما تكون فيها لو تأخذ مثلا الحزام يخي تكلفة الالتزام فيه جدا قليلة بالنسبة لك خلص أصلا ونما تطق الحزام وتمشي بالنسبة لك تنساه لكن تكلفة إنك ما تستخدم جوالك خصوصا إنما تمسك خط صفر وممكن أحيانا تكون تحتاج تتابع مع شخص أو أحيانا بس طفشت التكلفة هنا عالية الناس تبدأ وقتها مستعدة الناس خاطر خصوصا إذا كان يعتقد إنه نسبة أو احتمالية إنه يتم التقاطه هذه الشغلة الثانية تدخل فيه إيش الناس ترتكب المخالفة إيش تكلفتها عليك بس الشيء الثاني إيش احتمالية إنه تنصاد في الجوالات يخي أركم حقين أوبر ما شاء الله صاروا محترفين أول ما يشوف يعني أو يستخدم الجوال على تحت ويعدي ولا تجي مخالفة لو ناخذ موضوع السرعة نتجي تكلم عن طريق الرياضة الدمام أول ما حطوا كاميرات قليل ما وقفت الناس بالعكس الناس صارت تعرف مواقع الكاميرات استخدم التطبيقات يسرع حتى يقرب منها بعدين يناصل لكن المزوت عددها أول شيء إنك تهدي بعدين تسرع التكلفة زادت عليك بس الشيء الثاني إنك تتجاوز الناس هذولا كلهم أيضا شيء مكلف عليك ففي مخالفات يعني تختلف تكلفتها على الأشخاص وأيضا نسبة أنه أفكر أنه ممكن يصيدني فكل مخالف أعتقد تحتاج صمم له حل مستقل بناء على هذه العاملين بس موهب إذا كان فيه حل شامل من الأساس إن تعليم وقضية إنه فيه مخالفة إنك تمنعش أسوأ السائقين من القيادة بالإضافة إن يصير عندك تغيير في ثقافة القيادة ككل أكثر منطقية حتى لو إني بغال فترة زمنية من أنك تحط على طرق السعودية كي 30 ألف كيلو تحط كاميرات ترصدك 200 مخالفة يعني فيه مدى معين رح نوصل له إنه خلاص مادية ما عند أكثر فالحين صح إنه مخالفة السرعة قلت شوي على الخط السريعة بس تجاوز الطريق الأصفر التنقل بين الخطوط يعني بين السيارات عدم ترك مسافة هذه كلها موجودة ولازلت تشوف الحوادث الشنيعة مرة في الطرق وتمشي بالمقارنة في الدول يعني تقدر تشوف إنه أرقام الحوث عندهم أو الوفيات أقل بكثير بس في نفس الوقت ممكن تبسك خط ألف كيلو ما تشوف ولا كاميرا ما تشوف ولا يعني شرطي جالس ورجع مرور في الخط طب ليش ملتزم إذا ما في ضبط يعني نتخيل هم هناك من ضبط بالقيادة لأنه عندهم رصد أقوى يعني بس ثناء يمكن الصين ترى ويمكن بريطانيا قريب مع زيت الكاميرات ما أتوقع في دول فيها كثافة كاميرات زي السعودية بس برضو في أمريك ترى الشرطة مليانة 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 مو بالشكل اللي جالس يعني يترجم إلى الضبط هذا لأنه صح فيه احتمالية لكن على الطرق السريعة ممكن تمشي مية ميتين كيلو ثمية كيلو ما تشوف نادرا لا صدقني يلقيتوك خصوصا ويندس وينسو يعني حركة خصوصا أنه هذه الخطوط تمر في مناطق ما تحصل يعني اللي يمسكك يسمونه الشرطة وإنما الشرف لأن وقتها دخل المخالفة بيروح للمنطقة هذه نفسها دخلنا لذلك يقول لك يعني فيه مناطق معينة يقول لك احذر أنك تسرع في هذه المنطقة هم دخلهم كلهم جاي من أنهم يتصيدوا للمخالفين بس خلنا ناخد مثلا على موضوع التعليم اللي نتكلم فيه بشكل كبير إنت لو تتخيل أنك بس بتسوي تعليم على الطرق طبيخي أنت عندك تصرفات ثانية بشكل كامل يعني في منظوم وفي المجتمع أيضا تطبيق عليها نفس الأشياء أنه الناس ما تقدر على الآخرين أنه واحد يحاول يفكر في نفسه وبس ما أعتقد أنه حيكون في برنامج تعليمي ممكن بس توجه على هذه المشكلة من غير ما تحاول تحل كل المشاكل المحيطة فيها بس في حلول ثانية اشتغلت عندنا بس ما هو بأنك أخالف الناس وإنما يا أخي أنقص الحافز إنك تسوق يعني مسألة أنه الناس تسقط عليك أو ما تترك مسافة هذه في الغالب ما تصير إلا ما يكون الطريق زحمة وممكن يفرق معه أنه يتعدى واحدة أو اثنين عشان يوصل بشكل أسرع خصوصاً إذا كان يعني بيوصل طلب أو شيء معين لكن أنت ذكرت الرقم هذا أنه 40% نسبة الانخفاض في الفئة مع أنه في دراسات ثانية حصلتها ممكن حدوده أشياء فيها بس ما نختلف فيها لا لا في مثلا أنه قدرت حلقة مع دكسور سليمان فهو سوى دراسة على هذا الموضوع هو كان 46% بس لو تشوف يعني أنا شفت دراسة ثانية سوها على دكتور والله ما الآن ما يحضرني من أي جامعة سوها على زيادة سعر البنزين وتأثيره عن المخالفات زيادة سعر البنزين أكيد بالنسبة لكثير من الناس زود يعني عدد الرحلات ممكن الناس اللي يفكروا فيها لأنه الآن كمية الدخل اللي ممكن تصرفها على البنزين ما قال في الثلاثة شهور اللي بعد الزيادة الأولى اللي يتذكر الزيادة الأولى 45 طلعوا 75 أو شيء زي كده نسبة الحوادث والوفيات تقريباً كلها قلت ما بين 15% إلى 20% أكيد مش الرابط إيش الرابط إنه فقط عدد القيادة أقل إنه سحبت سيارات كثير من سيارات وخصوصاً سحبتها في الفئة هم قارنوها في الفئة العمرية الأكثر حساسية لهذا الزيادة إنه ما عنده له مصروف بسيط بالتالي ما يسوق ما أقول لك إنه نروح ورفعاً بنزيم على الناس بالعكس مو هذا الرأي بس قلل الأسباب لأن الناس تسوق اخترع حلول ممكن في العمل بس هذا يتطلب طبعاً حال مجتمع بشكل كبير هتكون له فواعد أخرى إنه تنقص الاختناقات بس ممكن تنقص الحوادث أنا أعطيك مثال إنه ما عندي دراسة على هذا الشي بس أجزم لك إنه واحد من الأسباب اللي ساعدت عن الخفاض مسؤولة هذه يعني خط الجنوب كان دائماً تمشي على خط الجنوب الرياضة تحصل وفيات بعد ما زادت الرحلات يعني أذكر الرحلات إلى بين الرياضة وجيزان كان ثلاث رحلات في اليوم وصلت في مرحة معينها لـ 15 رحلة وإنها صارت مع تضطر إنها تروح مع كدادة أو إنها تسافر بالسيارة هذا حل ثاني إنها كوفرت بديل إنه بالناس بس تسافر بالطيران سحبتهم من الطرق بس أنا أعتقد أنه فيه عاملين ثانيين في هذا إن الخط كان رايح جاي وهو طويل فالحين أحطه هذا يجد زائد هذا ما يمديك تسحب مشكلة إنه هذه المشكلة حتى اللي يقول لك إنه حقين سعر البنزين أنا وقتها واحد من انتقادات لدرسنا مقراتها قلتها طيب تحكمت في عامل الكاميرات بس ما قرسوا عن الكفار بس الجيد إنه سووا على ثلاثة شهور بس وشافوا هذا التأثير لو ترجع المالك عبدالله رحمه لما أصدر قرار تخفيض أسعار البنزين أول تخفيض كان فيه زيادة ملحوظة أيضا في عدد الحوادث وعدد الوفيات وهذا تشوفها في البيانات لو تأخذها على المستوى التاريخي أنا ما أقول إنه أرفع التكلفة عن ناس سوق أبداً هذا مو كلامي هذا كلامك لا لا نقص الحافز لا لا فيه وقت معين حتى الأضرار عن فرص عمل أو ما تتحرك في الاقتصاد هيكون ضررها أكثر بكثير من اللي يمكن تجيب من الخالفات أو هو في واقع أن السعر راح يعني يصل إلى مرحلة أنه بسعر ما هي دعم متها بسعر ما ندري بس أنه هذا واضح أنه معلم من البداية أنه فيه سحب دعم عن المحروقات والطاقة وكل شيء بس السبب الاهتمام بالنقضة التحقيق طبعاً أي شخص يسوق يتنرفز من السواق وبرضه أنه خسرنا ناس وفي حوادث وفيات لكن حتى على مستوى السلوك اليومي اللي تشوفها وإنك كنت على عصابك وإذا حتطلع ما هذه أنا بتفق معك فيها يعني أنا زحمة لم أدري الشي أحس أنها أمر بسيط يعني الناس تضايق من الزحمة بس عادي هو نقطتك هذه جوهرية يعني فعلاً فعلاً أنت على عصابك طول الطريق طول الطريق يعني عادي من الزحمة بس أنه ليش أنا متنرفز وجرب أنك ما تسوق ولكن مثلاً زوجتك راجع من الدوام ولا عندك واحد من عيالك جاز يسوق ولا في مدينة ثانية ترى عامل الخوف يعني الكبار يجيهم مكالمة آخر الليل والشيء يخاف أنه فيه حادث أحد توفر فعندك هذا قلق دائم بس فيه نقطة ثانية أنا موش علاقتها في الشيء اللي مثلاً نتكلم فيه دائماً ولا نبحث فيه أنه أحس عملية الضبطة الآن لسي نتكلم على كأنه اقتصاد سلوكي حلو هذه الزاوية أنه إذا تحط مخالفة تحط مدريش يسوق في الأخير سلوك بشر وفيه مجتمعات كثيرة سوت عدة يعني تجارب في الاقتصاد السلوكي يمكن حتى تسمعناه وزارة الصحة تبنت ترى نظريات وزارة الصحة تجي باقتصاديين عشان تحل المشاكل في الصحة واحدة من الأوراق البحثية المشهور أن تجربة سووها كان فيه روضة والروضة هذه عندهم وقت تستلم طفلك فيه وكانوا يعانون أنه فيه بعض الأباء يتخرون على الوقت هذا فتضر يطرون معلمات أنهم يلسهم إليه آخر طفل يمشي فأيستنون يعني رسائل الأباء وكذا ولكنهم يعني لازال فيه ناس بعضهم يتأخرون فأطلعوا بحلقة قالوا خلاص بنحط مخالفة مالية اللي ما يجي يأخذ طفلة على وقت الإنصراف لازم يدفعها المبلغ طيب وش المتوقع الناس يفترضوا يعني أنه خلاص فيه فلوس فيه عقاب بزيد التزام زاد على الناس يتأخرون رسوم لأنه صار يشوفها أنه قبل فيه عامل اللي هو الضغط الاجتماعي الفشيلة إنه مستحي من المعلمات فاللي كان يلتزم عامل الضغط الاجتماعي عنده أقوى تأثيراً من الفلوس لأن الفلوس صار يشوفها كأنها خدمة طبعاً تأخذ خصد ليش زعلانين هذه مبلغ أبتفعل مبلغ فطلحها من أنها يعني عرف اجتماعي إلى أنها عرف مادي فتحولت إلى عملية ترانزاكشن الأكثر أو عملية تبادلية فجميع يعني أمور الضبط ترى من ناحية سواء التعليم أو سحب الرخصة أو أو هذه كلها هي لها دور في موضوع الاقتصاد السلوكي أنت ذكرت موضوع رمي المخالفات أو عفوا المخلفات من السيارات في أمريكا وأن عليها غرامات ترى لو تروح تقرأ الأرقام كم فعلاً المخالفة تعطى يعني الناس تمشي على الهايوي مثلاً في دولة أوروبية واللي في أمريكا ما يشوف فيه زباية اليمين وسهر الطريق فيتوقع أن فيه كل كيلو فيه عسكري وفيه كاميرا جاسين يضبطون الناس لكذا نسمى الضبط بس رح شوف غير لك أصلاً اللي سافر عارف أنه ما يشوف أحد يضبط لكن رح شوف كم مخالفة تعطى فتحصل مثلاً مدينة كاملة فيها خمسين مخالفة أربعين مخالفة في السنة وتشوف بعض الولايات أصلاً ما تسجل بعضهم ولا مخالفة ما فيه آلية ضبط وحجمها كبير وكذا فتفسير الناس يجي أنه والله شيء ثقافي هم تزمون لا ما عندهم أفضلية ثقافية ولو ترجع في الوقت بتحص أنهم كانوا يرموم الهايوي من الشارع اللي صار يوم جاء بعد بدحول المثانية توسعت الضواحي في أمريكا وانتقلت لها العوائل وصارت الأعمال في المدينة صاروا يتنقلون بعد ما بنوا الانترستيت والطرق السريع الهايوي فصار فيه ناس أكثر على الطريق وهم في الطريق كان سلوكم أنه يشرب ولا يأكل وشيء ويرمي مع الطريق لدرجة أنه يمين وصارت الطريق صارت مخلفات وهذا الشيء طلع مشاكل غير أنه طبعا مشاكل تشوفها وتشوه بصري وكذا لكن صار تصل بعضها إلى مجرى المياه والأنهار وتلوثها وبعضها كان فيه الزجاج العلب الزجاجية تركز الشمس على العشب الناشف وتسبب حراء قابات فوصلت إلى مرحلة أنه حتى هيئة البيئة عندهم كان نبغى تسوي حملة على الموضوع هذا وفعلا سووا حملة يعني حملة إعلانية الأكبر في تاريخ مريكا لأنه قنوات كانت تطلعها بشكل مجاني خير مدفوع فكانت تشتغل طول الوقت وحطوها على مستوى المدارس وعلى مستوى الأطفال وأول مرة اللي يحطون أنه والله نطلع روح ننظف الشاطئ روح ننظف الغاب وهذه من فين طلعت طلعت من هذه الفترة الستينات برضو راحوا للمحاكم ودخلوا ضمن العقوبات البديلة اللي هي عقوبات تنظيف الهايوي الطرق اللي يشوف الأفلام يشوف يلبس شيء برتقالي اليونفورم ذا يكون على الطريق ويشيل بخالفات على الهايوي من فين جات في نفس الحقبة هذه اللي هي كان كان اسم الحملة حتى مشهور كيب أمريكا بيوتوفل اللي أشوف يذكر اسم الحملة أمريك بيوتوفل هذيك اللي فيها ليبكي أيوة اللي هو الكراينغ انديان فالحملة هذيك غيرت في نظرة الناس وكان محا مخالفات في مخالفات من 500 دولار وحتى ذاك الوقت حتى مبلغ جدا كبير موهب حتى على أيامنا هذه وصار فيها يعني ضبط وكذا ولكن الجزء الأكبر كان على قضية تغيير السلوك من الإعلانات والتوعية ومن جانب أنه في ممارسة لما الطفل يطلع يروح ينظف طب ليش أو شيء يعرف أنه هذا الشيء غلط ثم بعدين بيده قام يشيل فيبدأ يشوف أنه وجود أفضل مكان ويقوم بعمل شاق وبسبب الناس اللي ما فكروا يرمون فأقل فرصة أنه بعدين رح يرمي وبعد أنه حتى لو مخالفات 500 دولار رح تنموه مهتم تخيل أنه مثلا واحد محامي ولا دكتور ولا راتبه يحكم عليه ويللس 50 ساعة على الطريق السريع يشيل قدام الناس يشوفونا فهذا الشيء غير بشكل مرة كبيرة ترى من الستينات يعني خلال يمكن عشرين سنة صار أنه لو في واحد في الخط يرمي شيء اللي جنبه يكون يبلغون عليه ولو كان في مكان مثلا الناس يتكلمون معه بيهزؤون يتكلمون معه بشأن بسوي جريمة لأنه فعلا يشوفون أنه بسوي جريمة فتغيير الثقافي هذا ما جاب كاميرات وضبط يعني ما كان متاح أصلاً مقتها إذا إذا خذنا نفس النموذج وجينا طبقنا كجزء وليس حل كامل أنه يصير فيه مخالفات بديلة أنت وصلت إلى حد معين من النقاط ويمكن آخر شيء تسحى برخصته متسوب بس واحدة من الشهرات أنه والله بيحطك على هيوية تنظر المخالفات ولا مثلاً في مركز الشرطة بتغسي سيارات الشرطة ولا عندهم يعني بس جيد القصة هذه يعني توريك أنه فيه إمكانية تغيير استماعي بس أيضاً تستغل الأحداث اللي أحياناً تعلق في الذاكرة المجتمعية اللي الناس في وقتها مستعدين أنهم يتقبلوا رسالة زي كده يعني الحملة هذه توافقت وقتها مع برامج الفضاء وصوء وقمر كان فيه إحساس عالي جداً بالوطنية وبالفخر بالإنجازات بس في نفس الوقت كثير من الصور اللي رجعت من الفضاء والأول مرة الناس كانوا يشوفون الكوكب بشكله هذا وإنه يعني مجرد نقطة في الفضاء بدوا يستوعبوا إنه هذا المحيط اللي تشوفه حولك ما هو متناهي بالعكس محيط بسيط وممكن أن تتساهم في هدمه تخريبه يعني فيه أكثر من عامل مع هذه الحملة وقتها تم تقبل هذه الرسالة بينما يتطالع مثلاً فيه أوقات ثانية عملوا حملات فيه زي ما تقول التقبل الاجتماعي وإنه الذاكرة الاجتماعية جاهزة إنها تسمع هذه الرسالة مثلاً لما سموها مع حملات المخدرات ونفس الشي وجابه مايكل جوردين وجابه المشاهير حاول يطبقوا نفس التجربة اللي هناك نتائجها ما كانت بنجاح كبير لأن الآن إيش الشي اللي ممكن أرتبط فيه إيش الشي اللي زي ما تقول يعني كيف أشوف أنا كشخص واحد مساهمتي في الكل وحنا الجيد الآن تصير عندنا كثير من هذا اللحظات يا أخي إنه في كل فترة فيه إنجاز وعظة فيه هذا الإحساس بس ما فيه جهد كبير إننا جالسين نسوي الرب من هذا في استغلال هذه النقاط يعني تخيل معي لو الحين بديننا نحس إنه والله مدننا تنافس مع مدن عالمية وفي منافسة خلنا نأخذ الجانب الإيجابي منها بس تخيل مثلا إنه واحدة من السلبيات على كل الشيء اللي تحس الجود الحياة وكذا إنه والله القيادة عندنا سيئة إذا بدأت إنه ترى يبدأ الناس لأنه فيه ضبط مجتمعي داخلي إنه إذا شفنا إنه تطلع مؤشرات إنه والله يشوف عندنا جاسين حسن جود الحياة وفيه أرصو وفيه حدائق وفيه ترفيه وفيه وفيه بس والله السواقع عندنا جاس تنزل مؤشرة لذا عندنا فبصير اللي خالف في الشارع ثاني ما طلعون فيه مو بإننا تسويت مخالفة بس كانك تفشلنا كانك تسوي شيء غلط حقنا كلنا فاستغلال شيء زي كده في الوعي الجامعي يختلف خصوصا تفشلنا من السياح ومن الناس اللي يجونا من بره نفس الشيء تحصل فيه شيء نسويه كلنا عادي بس يجي واحد ينتقدنا من بره ويقول حصلته في البلد الناس يشبه فيه ناس تدافع بشكل جيد ناس تهاجم هذا الانفتاح زي ما تقول انه هذا المكان هو بيتنا الكبير ولازم نضبط البيت للضيوف أو شيء من هذا القبيل بس يعني أحيانا انك تخلي الشيء عيب يعني تلقى شيء ثاني في المجتمع عندنا عيب يعني بأقصى مراحل العيب ما ذلك ما نفع مثلا دخان مثال فهو عيب عند الكل يعني يعني الدرجة لازم تسويه في الخفاء وزي كده لا بس هذا تحديدا يعني لمثلا ما كان عندنا مشكلة انه مثلا الناس تدخن فيها ما كان ممنوع التدخين فيها ناس تنضبط لانه غير انه فيه ضبطه كذا ترى مع انه ما فيه مخالف ترى هذه صح بس من الضبط لانه أصلا من ده ناس تفشل يعني حتى من قبل انه اذا ما كان المكان متعارف عليه مثلا مقهى او شيء ناس بتعارف الدخن هناك ما تحسر ناس في المطار يدخنون حتى من قبل يعني من 20 سنة في 20 سنة المثال الثاني انه نفس الاشخاص شفت هذا اللي خالف ويركب كتفه وكذا لو كنت انت بير فيه محل وصلته للباب سواه ترى بيخليك تدخل قبل سهلا زين وبيحلف عليك وانت ما تعرفه بس هو بيحس انه هذا يعني في عنده أخلاق وهذا العرف حقنا بس لما يركب السيارة يفصل العقل دا ويشبك عشي ثاني ترى انا توقع سلفة فرد الواحد في المئة يعني يعني فعلا والله انا ما تدي بس احيانا اضطر اني خالف لاني بقعد ساعتين انا امتكي منطف بس احيانا كل الناس جايوا هنا وطرع معهم انت تصميمك للحل اصلا الان مثلا الكاميرات 120 بس انت عارف توشيت الى 129 بس هذا بالنظام ايه ما لقيتك بس انا بغال تلزم انا ابغى مشي 120 129 ترى لا السرعة السرعة المحتوطة قدامي 120 ايه وهم حطين لك مساحة مو هذا انك شيء ما انت معلونه خاصة اللي جاي من برا ومو معرف ثقافتنا اذا جيت تمشي في الخطة اللي في النص مستحيل توصل للسرعة القانونية لانه كلهم ماشيين ثمانية ثمانين اذا رحت للخط الايسر لازم فأ انت لازم تصمم الحل بطريقة تفهم ثقافة المجتمع بس انا بدي ارجع الموضوع على اقتصاد السلوك لانا اعتقد معان لازم نحط تنبيه هنا ان كثير من الدراسات على اقتصاد السلوك الناس جاسين يراجعوها لان وضعها موت اه لان شيء مرة جديد يعني شيء اعتبر وبعض الوقات الناس بالغت في نتائجها بس خلونا افترض انه بعضها صحيح معاني انا يعجبني هانا المجال اذا انت يعني مشكلة انك تنقل الحافز من حافز داخلي وذاتي انه شيء انا اؤمن فيه فيكون فيه اتصاق بين تصرفاتي بين قيمي اللي اؤمن فيها الى حافز خارجي تماما الام بالنسبة للناس وجودك على الطريق مو هدفك انك تلتزم او تسوق بشكل جيد لا هدفك انك تخلص رحلتك من غير ما صورك ساحر فبالتالي فيه التزام لما تكون صاهر موجود لما تعرف انه ما فيه ساحر بالنسبة لكثير من الناس في باله اصلا الهدف هذا اللي انت تعتقد انه يسوق بشكل جيد اختفى تماما لان الوسيلة اللي انت بغى تحقق فيها الهدف تحولت لي الى الهدف هذا اللي هو القانون يقولك انه اذا اصرفت في استخدام اي محفز يتحول الى هدف بحد ذاته يعني الان في المثال للناس اللي تاخذ من مدارسهم فقط اني ادفع هذا ما صار محفز انا عندي الفلوس وممكن الساعة هذا اللي يتأخرها يجيب فيها دخلي وعادل هذه اذا كنت في اجتماع وفي مكان ثاني فنحتاج نرجع الى آلية ذكر الناس انه التزامك هذا مو بس عشان ساهر في مكافأة ثانية او في عيب ثاني شي ما عرف اكثر ارتباطا بالقضية لا يأتيكم نافية الله يأتيك يعني دائما نستمتع بسواريبكم استمتع بالجادي يعني فهذه هلقة طويلة لكن نستمتع جد شكرا لكم على اخر شيء ما عليك طيب عادة انه يصير حين هو بهدف اني اخلص رحلتي بدون ما يخلص بدون ما يصير ليزاهد بيصير هدفي اني ما ابغى اتفحشل يعني بيصير نفس هذا اللي قلت انه محفظ بيصير مهدف بس ما حد يتفحش يعني ما في فيشيلة الا في اماكن محدودة مثلا احس ليش مثلا غالبا في الخبر بعض الوقات اذا صار زحمة ما في دقية البورية اذا فتحت الشعرة بس حينيا تسمعها بس لانه ما في اي احد ثاني يسويها والناس ينتبهو لك انك انت دقية البورية بصوصة اللي بجنبك تقدر تسحب الواحد من المجموعة وتقول انه هذا عيب بس تسقط على الناس ثانين ما ما حس ما حس في احد يتفشل من هذي بس احين طيب اخلاقيا ليش لك الحق انك تقعد شهر فيني دي دقون علي ربعي ولا يدقون علي ناس بيسألون ما ادري اهل زوغي يشتبايك بتزود ترى هذا متأخر وما سلد مخالفات اه لأن النموذج هذا ما حسن الصين ما عنده مي احترام ترى يعني احنا ما حد ما اصل للمستور الصين الصين ما عنده مي احترام الشخص وحقوقه وكرامته مرة لكن اللي مثلا اللي خالف ويسأل المستوى مخالفة مرة عالي ويقول له والله رح مثلا انت تقوم بأعمال مجتمعية او شي هو ما تبغى تهينه بس تبغى يحس من انه فعلا ارتكب شي غلط هذه هذه الاداء حقتها وحتى لو انه يعني يكون في ناس يتطوعون يروح ينظف في البر وكذا بس انه هي مشكلتك انه شفت الواحد المية ذا او يمكن اقل ارجع قلنا واحد المية بس كتقريب هو ترى موه بالنوع اللي يعني يشوف احد يربز باله وكذا يحس انه في شي غلط يعني موه بس انه يخالف يسوي شيء رات كثيرة خطأ فهو اصلا عمره ما فكر باثاره المتعدي فلما تاخذ من الفئة القليلة ذي وتخليه يروح يسوي شيء مختلف وما تبغى تتبغى هنا بس تبغى تطلعه من اللي هو فيه اذا كان فيه رجع يتعدل اذا ما كان فيه رجع خلاص ان حنا فعلا اذا حسبنا انا اتوقع انه قد تكون ترى النسبة ولا ربع في المية انه لو جيت قلت انه بعطيكم ورقة ربع في المية في الناس ما عمره سوق وخلاص بس بالمقابل تختفي ثمانين بالمية وتسعين بالمية من الحوادث اتوقع انه الأخلا بيقول اوقع لك الان اوكي ما عندي اي مشكلة فحنا اذا حسبنا كم تكلفاتها هو ترى انا حاولت ارجع لانه لا زال فيه قضية انه ساهره مادي وكذا وهدفه مادي لابتجي تشوف كم جالسي يجيب ايرادات مقارنة جالسين كم نخسر من حوادث ووفيات واصابات ومرور واسعاف وغير الحسبة اللي ناس ميهبواعي فيها لانه اذا صار فيه حادث صار فيه زحمة في الطريق فيه الفين ثلاثة الاف موظف تأخروا ساعدتهم متوصل مثل خمسين ريال وظروبها تراها خسارة راحت على الاقتصاد ما راح تتعور انه خلاص ما وصلت لعملك وقس على ذلك غير انه مثلا انت تصار فيه حوادث وزحمة فمعناه راح توسع الشوارع تسوي كباري اضافية فبرضه راح تدفع تكليف اضافية فاذا حسبناها صح وشفنا انه طب دقيقة انا عندي مليارات هذيك اللي اخسرها اش المقابل لها عندي والله خمسين الف واحد بسولهم مدرسة ولا بسولهم عقوبات ولا كده خلاص خلاص نسوي الاجراء هذا وننتهم انه طيب سؤال بعيدا عن ساحرك هل اقتصاديا ممكن نقضي على الفقر اعتقد في تجارب الى الان يعني مثلا الهند الفقر المدقع اعلنوا انه بقضاء وش نقصد بالفقر المدقع فيه ناس اللي تعالى رفوا اقل من دولارين في اليوم بس حتى اقل من دولارين في اليوم هذه اللي كان نسمعها انه اصبحت في اماكن قليلة جدا من العالم وكثير من البرامج يقول لك لا بالعكس القضاء على الفقر اصبح مو بس انه كان غاية وانما هدف يمديك تخططه وتحقق وفيه كتاب اسمه نحن لا نسيت اسمه حسن لك اسمه ساعش في الكتاب يتكلم عن كل هذا الحقائق كيف انه في حقس تيفين بكرس نرويجي ويتكلم عن حقائق ما حد يقوله لك في العالم بس فيه تجارب كثير نجحت خصوصا الصين لو تشوف يعني خفاض المهول في مستوى الفقر عندهم كالسي يتسارع جايس سارع بس على حسب يعني مشكلتهم عندهم مشكلة لها مسارع عالية جدا كالسادي ما وطخانيها بس ترى كل فترة جالس حنا نعيد تعريف انه وين الفقر لس يرتفع يعني مثلا لانه هذه موثقة فهنا دمنا نخذه امثل اكثير من امريكا ترى لانه اكثر شيء موثق ومو علن وكلا لكن كان قبر يمكن في الناينتيز الضمان الاجتماعي سوشلسكي إذا جاء البيت شاهدوا منك تلفزيون يشيلك من الدعم انه عندك رفاهية وبعدين كان قالوا لها تلفزيون البلاستيشن انه عندك كونسل في البيت يعتبر رفاهية فيشيلونك من الدعم فبدأوا الحين لو تلعبوا بدأوا بس اقصد من كل فترة يبدون يقول لا يا عزيزي هذا شيء طبيعي يعني ما يعتبر انه غني عشان عند ذلك شيء إليه ان اذكر الفين وسبعة ثمانية كان موضوع الايفون سمارت انه لا معك جوال سمارت وكذا انه هذا يعتبر شيء طبيعي انت مكن تصير هوملس وعندك فكل فترة سنرفع سقف اللي وش اللي مقبول يعني اللي كان قبل اللي يعتبر الفقير اللي ما يحصل أكله لا الآن انه يكون عنده كهرباء في البيت والناس مثلا تقطق انه والله النت انه حق انساني لكن فعلا انه مع تصار رفاهية صلا تعلم عن طريقه تشتغل عن طريقه تتسوق عن طريقه فيعتبر زي زي المواصلات اذا ما عندك وسيلة للمواصلات ما تقدر تشارك في الوصدق التصاري فاعادة التعريف ترى انت اسمع بس السلب لان هذا اللي يطلع في الأخبار بس اعادة التعريف كل فترة جسين نرفعها لو تشوف الدول دول سيبنكرايس توقعها مرة فقيرة بس لو تروح يبحث عنها نسوي عنها حلقة لازم صراحة ترى مرة يعني معجزة اقتصادية جسد تصير هناك ما حداري عنها مين اعلقوها تي شيرت وات ويدو يميك تي شيرت صناعة الملابس صناعة الملابس طلعتهم الفقر هم بس عندهم صناعة الملابس احيانا يروحوا يفتعلوا لك هاشتاغات ومضاربات في الانترنت في عصابات هناك عشان يبيع تي شيرت عليها انه هذا المجموعة يلبسوا تي شيرت هذا يناصروا فريق معين والمجموعة الثانية يعني كانت تكلموا عن الناس اللي كانوا داخلين في الصراعات اللي داخل امريكا اللي تصير على اي موضوع دايما امريكا لازم ينقسم اثنين كثير من الجاهز يحركوا الموضوع يكونوا لاصعبات اصعبات بس النموذج مقاطع محمد اللي هو نموذج القضاعة الفقر اللي خصوصا الصين استخدمته لو نرجع على موضوع الليش انخفاض الخصوبة سيئة انه ممكن جالس يقضي على الطريقة اللي الدول لازم تمشي اه اهل لازم تمشي اوكي طيب نسقل سالفتك ايش اهه اقطعكم لا 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 اوكي اللي محمد يطلع تبقى تطلعوا لي كم رسالت لا لا كم كم لا لا السالفة بشكل بسيط هذا النموذج انه انت كدولة فقيرة تنتج الله بي بي ها لا تنتج بشكل ارخص من الدول الغنية ويصير عندك ميزة تنافسية ويشتروا منك الدول الغنية هذه تستخدم من اول شي عن طريق انه العمالة عندك رخيصة المصادر رخيصة ولا الشيء الثاني تخفض عملتك بشكل تدخل رئيسي من البنك المركزي بحيث انه بالنسبة لللي عملتهم اقوى سنعتك تصير ارخص هذا كله كان قائم على انه في قوة استهلاكية وقوة سكانية في الدول الغنية قوة السكانية والاستهلاكية انا جلست انكمش في دول زي بانجلاجج وزي تايلاند وزي الصين حتحصل انه عصعب انها ترجع لهذا النمو تحل مشكلات الفقر اللي عندهم بس لا تحرك محتوى جادي بس لا تحرك محتوى جادي لا هذا تكلمنا عليه في الحلقة يعني بس وامح لما يسمعه هاي ما تسمع جادي يعني ممكن احرك مفتول فيكم مره عبد الرحمن مره يحبكم شكرا بس لحظة ليش ما تسمع لنا صدقي انت مو مستعجل انت مو مستعجل خلوشي قد سلمنا